موسيقى دخلت قدرية على جلال المكتب وقاتليه ملا ليلى كتخونه مع ولده أمه وشده لا تصور وش حلم حاجة أخرى قساكت قدرية قساكت وكن شوفيها كجلل سيقتينيش والله ها ولدي سكساس على انها تكمل جمله ديالها قساكت وكن شوفيها بخطوات بطيئة بهدو ولكن يجعلها تسكت يديك النظرة الشارسة اللي في عيني بدتك تترجف الأوصال ديالها لا أنا ساكت حتى سمعتك كنت ما كنتي تخوضي في الشرف ديال والدك ومرحته الحاجة قدرية تغطي على الحرف ديال الكريمات والأخرى شحب وجهها وصلاتها رسالته ولكن الضغية بدتك تعطيها تليفون بدتك تغوط هاكا ولدي ستقني والله اللي سمعتهم بوذني هو كيقول لها على شي صور وشي حوى يشده محليها وبلا بغي الأرض عوض انه ما يفتحهاش صارت الصمت بيناسهم كيسمعها بتتوتر بالأرجاع ديال الغرفة وقدرية وقفة كيتسنات ذات الفعل دياله بعد ذاك الشي اللي قالتو ولكن بقى على الصمت دياله وعطاها بتاهله كي يظهر ذاك ذاك الرفض دياله على حذرتها حدي حديتها حتى بدتك تغوط مثلا بغيش تيقنياك حلفت لك انا مكو حلفت لك وكما الناس بغاية دياله قد تلفتها الكابل على لي منو على الايسا ما عارفت شين هادل منتها تجدارت لك وستحلات لك وشين ودارت لك باش كتسكت على حاجة بحالها دي الوليدة صافي باركة بغي نسمع تتاكل مخرم بعد رجفات قدريب فاز عملي تلفت لها جلاله وكي غوط وقفة على ذاك الكلام دياله المسموم كم لا تقدر يدك التظاهر دياله بالهودو انفاجر بوركال غضب في الداخل دياله كي يبعت عرف الحمام بكريمات خرجات منه شاريثة قاسية كي يكمن هادرته والوجوه فاجهت الوجهة تماما باركة 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 متخليش انسى انك انك مرأ انك مي وانصرف تصرف اللي غي يخسرك ويخسر نكت بساف تراجعت قدريب ويجبت الخوف في اطرافها ويكتشوف عيني عيني ذاك النظر اللي عمره ما شافت وخسافها تماما من ذاك جلال الولدها اللي كتعرفه بالحنال دياله وحطفه وقف قدامه ذاك شخص اخر ولا تخيفه منه خيفه من ذاك الغضب دياله اللي كي يبالها في عيني ويكتشوفه كانت هذه اللعوب بالنسبة له هي المسؤول على التحاول دياله هادك شعلات تحاولها تكسبه مرة اخرى تحاولها لمحة الانكسار والمدلة يكا ولدي يكا ولدي يكا ولدي كتجي منها في كل مرة يكدلي هاك على قبل مراتك وكتقول ياد هادره هادي وكتشي كل واحد تخيف عليك على بصلاح تكون بغش اعايش انت ايو مع مع العينيك تكيغو ودير يدو في شعره وكي يجرر فيه بحل غدي يطير بلاستو صافي 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 الوالدة صافي والدي صافي انا نيت انا خارجة لا نحل فهم مرة اخرى في هذا الموضوع كملات كلماته ثم تغدب تجاه الباب خطوات متعددة بحل ما تتعارب منه وذيك الغضب دياله وذيك الشخصية اللي يوقفه قدامها اما هو بقى بلاس ومتطلب انفاسه كتتعاله كتدوزه للدقيق ووقف من تحركات فيه اما عقله كي يدور في دائرة من افكار الشريسة العنيفة كتتركز على شخص واحد فقط ليولا هدف لها كنت قدريه قاس وعدي تحماق صافي اميرا كتحاولت تهدنه وتخرجها من ديك حالة القلق وقل هلا مليه عرفات بيه اللجل الخرج ودمعها الرجال دياله جاءت نتيجة دياله عكسية وقفات قدريه على الحركة وعدي مني اميرا بعدي مني انت ما عارفة انت ما عارفة حاجة سكسي سفرت اميرا بحنقية تغوت اميرا كتحاولت تغلطي وانا كتحاولت تقول لها الجالة الضغية قدريه كتحاولت منها نفسها لانها تخنقها وشنكتي مغانين ديال مسالنا لغزالة ديال عمتك هزت اميرا كتحفة تمشي الليلة بنفسها نستطرها بالايجاب مني شافت ملاميها قدريه وانا كتحاولت تغلطيها كنتم بلات قدرتها اه بشي تسمشي الليلة بنفسها لو كنت عارفة انك شفتي السير ديالها وتقولي تحت رحمة ديالك كنت قدريه بعد تخليها كيف الخاسم صبعك تحكميه وتحكميه فيها وتقدر لك تقول لك انتكلمة من بعد قفات قدريه تماما على الحركة كتضيق في عينيها كتفكر بحل لك توزن الكلمات دياله داخل عقل اللحظة وصراعا ما تحاولوا ملامحة للفرحة عجبتك الشي اللي قالتو اميرا وهمست لها باعجاب برافو ليكا اميرا بنتي كانت مشات بنده مراسي هاد الفكرة هذه ما زال احنا ما زال فيها غامشي لها دابا جدا جرى من شعرها وبالفعل تحركات مبلاستا غدا كانت تزر تجاه الباب ولحقها اميرا وقفاتها فين غدا عمت دابا هادشي صافي مقشي نفح صافي لتراتر قدريه بحيرة وانتي اللي قلتها لي دابا قاطعة اميرا ويكا تجرى لداخل الغرفة تصاروا اللي كانوا قاسين فيها فهميها عمسي هاد الكلام هاد قبل ما يجي جالال كنا ديك ساعة قدروا نساويها على الهناء وعلى هنا اما دابا صافي احنا غنسننننننننننننننننننننننننننننه حقها تحواجبها كيش عالوا عينا بالقصوة نتمنى نشوفها كالولوم طروضة من هناك الكلاب وعد بالفضيحة قدريه تقلت لها ديك عدوى الحق والكره اللي كانت في قلب اميرا نتستماما ان لك سادر اليارة مرح تولدها اه يا اميرا لو هادشي وقع كنت ديك تحزم تحزم ونشتح نشتح في القصر كامل ولكن عندك الحق نحن نشوفه جلال اشنو ناو يدير وديك الساعة دارت بجتان بخبيتها على وجهه كتكمل عليها الباقي من جملته ومخلتش مجال الشك على دك شنين واسع ليه وفي حد المخزن من المخازن المخصصة لتغزيل محاصيل المدلمة اسميا محاطنوا مزاف ديه رجال ديه رجال اللي يوقف كيت وسطهم كيشوف فراغي بلا مبالعات وجو خاني من التعبير خلت منه كي يغوت كتتح معنية برجالتك والتصاوي جاي من هنا كتتمنظر علي قدامهم مع رجال الادناتي امام عشر براسوا الرجال اشارة داس مغزا دفض داك الجمع فورا كل شي خرجوا فقغي جلال وراغب فقط صوت رسم الله بحراغب بذكي من داك الخوف ثانين وكي يرقب مخارجين قبل ما يتلفت لي جلال شافو داكي حيد الفيس ديالو لحاكي قل الأرض كيحل صدافي ديال الكمام كيقفضو دهره يا راغب كي تسمع لك فيه الخوف كتر وكتر سمعني اول تصاوي كي انت حاجم ذاكي لقاتك عني ليلة وكي حاس كل وقاع اني كتبا غير رجع الارض انا وكنت نظن عشي محقنا خرجوا عيني من يقبض جلال حلقو جروا منو ذاكي يرتاج فتلقات عينيهم كيشفيني عامرة فيه ذاك جلال المتوحش فيه القسوة بعد حققه كيف شغل تاخده روض المغربي كي تهدد ليلة كي تهدد ليلة كي تهدد ليلة توتر راغب انا كي تهدده برسباك بيد عيني جلال وعرف انه هل ما عرفت حاجم ذاكي يدور بإنو بليلة كي تهدد في الداخل يليل عقل على شيء ما خرج لهات المأزق ولكن مع طازج جلال وقت هادره محمد داخلته يغوط وكي يستمر في الداخل وحصل على انفاس تراخل جسده من شدة الام ولكن جلال اراجعه وغزوه يغوط ستوضر ونكمل حد ما تنطق أعرف راغب أنه قدام إنسان يرحم شواق بين يدين وحش وآلا تصمت فقط للضرب وما يمكن أنه يوقفه حتى يأخذك شيء يبغى أقول لك كل شيء يقبل منطق بغيث منك الأمان كانت إجابة جلال لأهليه لك ما أخرى قاسية نحن أتفضل معده من الأرض لأهليه لن أتفضل معدها سوف أتفضل معده لأنه لا يوجد شيء يوجد أمان والذي سوف نعرف على حدائك أو تجد منك وقد أردنا أننا سوف نقوم بالحسب شكلتك يجب أن نقوم بتجدد نظافه حتى يمكنك أن تتعرف بيشاركها و بلدك مختلفة و بلدك أولاد و سوف نتخلط و سوف نتخلط و لكنه سوف يدك بركة بلدك تحرير و أنت أشاهد المعنى يجب أن تقرأ يجب أن يقرأ يجب أن يقرأ و أعطي أن تتخلط و تتخلط برد و حلوة إتخلط أريد أن أعرف كل الكلمة وحرف تقالس بينك وبيضاء لا تجد قصة كلها من الولثة الأخرى وياك وياك تطرق عنها شيئا كنت تدعوش في البيت خطوة سمت وطراك تسفرك في الداحق لكي يدعو في دائرة مغلقة كنت تقلم على حل تقدر تصلح بيتك شيء لدارس من أخطاء لها تغسفر لم تجد قدام الحلسة وأنها تقول له الحقيقة لديك شيء يوقع من سهلية هذا التراغب والمحاولات ديالها بطرق ديال القادرة لكي يأخذ من الأرض سفرها تبقى هو كنت تخرج أنفاسة حارقة من داخل سدرها قبل ما تهمت النفسها بإحباب بينا ما عنديش من غير هذا الحل هذا أنا قد يقول له أكيد غير يسمح لي ويقدر يقدر أنا عليش خبيتها ليه ما قد كاتت أنه أنه يرجع بلعفة وآمل كتحسب في الضقائق حتى ولد ساعتين وما بانش ما قدرت الأعمل فأنه غيرجع مرة أخرى يقدر ما يديرهاش وقرر أنه ينهي مدكش لبيناتهم إذن ليش غيرجع عند الغرفة قلصت على ذاك الفراش كتحسب غصة ذي اللي بك في حلقه كتخذقها عينها مرغرقين بالدموع ولكن رفضت الإسلام كتحاول تثبت الأمل في الداخل دياله كتنهار نفسها بش ما تستسلم مش اللي يأس حتى تعالى صوت تليفون كاي سوني خطفعته باللهفة كانت أنه التصال حتى أرجعت لاحظه بأحباط ونهدك التصال بضغطه على السير ما بقيت لي غنيتها تنسية بعد أني مدنية من قسم ستويل تعالى الراني المرغرقين بمتسعينها ودمعها كي يطاحوا كتحسب تتاقل للك الأحمال ولهم من فوقها حتى أن روح ديالها ستساقب ذاك الآلم سأليفون كاي سوني كاي سوني كتحسب ضربات عينيفة فوق راسة تتكفو فعله ودنيها كتتحرك لي منه كتحاول توقف ذاك الضربات ما عرفاش أن الباب ديال غرفات فتح ووقف قدام وجلال بسند فوق الإطار كي راقبها مجحات قاسي وعيني جادة تليفون كاي سوني ما زال سنطق جوبة للتليفون ديالك الليلة توقفت على الحركة كاي سوني كاي سوني خطفاته كتحل عينها بدهون كتشوف فيه كاي تقدم خطوات بطيئة لداخل وعيني وفوق ديالك الليلة بنيو حل الفراش وما زال كاي سوني كاي سوني خطفاته ضمار صدرها ووقفت كبنيهلت يصل هكا بشوية وانطقات ماشي مهم أساسا صافيها وقتها توقف جالال على بعد خطوات منها كاي سوى لبصوت مقدرتش اني يتحدد نباراته ويصالش كل ذلك يتصل بك هكا بدل ايحاح وابغشت جوبة تادي رتباك ديال الليلة كانت طمدك الهاتف كتر صدر ديالها كتحاول تقلب على ايجابه ولكن عقلها توقف سماما على التفكير هادي شو أروق كتصنعني بغني ماشي نجهز مع الترتيبات ديال العرس وانا كتحاول نتعرب منها بدت المعدة دياله كتل وبالخاف والقلق بيا كتشوف شفيفو كيبتاس مبتزامة ساخرة ولكن اللي خلق علامات الحزن المؤلمة كتحسبها ديال النظر اللي محاس في عينيه وهو كيشوف فيها فيها خاليط ما بالخيبة الامل والغضب قبل ما يخرج التليفون منجيب دياله كيضغط على زل تيصال وتمون ما تفارق عينيه عينيه اللي مرتابك وانفاس اللي متسارعه وبدكي سعال الرنين ديال التليفون دياله مرة اخرى بدت كترشف دياله هزا حتى كانت ضغط طيحه ويقول له بصوت شديد طلب من هذا الالب على التليفون ولكن ما استعجبات هزا المرة يقف حسب الشمده بكتتتحركش قلت لك جوبا الى التليفون ديالك الليله قف زياد كانت ضغط طيحه وعود من يده ولكن عود شداته بإحكام كيشوف فاينيه هزا كتشوف حتى شكونا هو المتاصيل كيتفص عينيه بالدهور والرعب ارجعت النظرات اللي كين فيه الجلال كتشوفه كيقطع وتوقف تليفون دياله على انه يصغني حتى هو كيشوفها كيفاش لحدك التليفون بالأرض بحنف اعرفت اخيرا كيفوك يتساصل شكونا شهد التليفون بين يديه جلال صافي الدمهر بالعمل وجهه مني عرفات بلا جلال كيصور لعم التليفون ديالراغب ومبصدقاش كيفش كيفش هذا التليفون هو وصل عندك ايه تكي غوه واتشهلال وما حكي حسب ضرر ديالشفقة لديك الحالة دياله وكيشفه ككده محكي كل شي هادشي ليه مكا كيفاش وصل لديه منش خايفة وانتبت كيف انشوف تصور ديالختك ونفضحك بما صور لك عقلك بنتكتها زراسة بالرفطة كلها باستيرية والدموع كيتسابقه ولكنه كان غافل عليها اعطيها بظهره ديالي ديمين خسرات شعره ما يمكنش ارديتي ان الكلب هاده يلعب بيك وبالصبح ديالختك وفي ملاس انك تقول لي ارديتي انك تكملي مع هادلعبة هاده وشكسيك انطني اني غدي ندلك بيهم كيف تصور اني غدي نخد ورقة رابحة وانتغط عليك بيها لها الدرجاتي انا عندك وحش كيف تصوريني ثم انتغذب الزره بعد حركة جهته جهلال انا ما كم لاش صور ديالك الصرخة دياله اكثر منها متألمة حيث حساس بديك الصفعة دياله على غدها بصور صود ويوقف على الهدرة كيقوه وتبغضب امامي ما كيشفوش من غيث ديالك الملامح دياله من المدولة مشافش ذلك الهدرة هل حطت المكاو بقسط coding اقترد طرسة الاصباعه صور سكسيك يصافي بقيت شطيقا السماع صوتك وحتراني انشوف وجهك قدامي يا لعنان لعنان وتحطت عليها لعنان المنسبة لعنان تم دعوا في اسوأ لعنان المنسبة لا ترتاشف كيف صوته نظرت عيني كثير من خوف هذه الصفعة ديالية يشوفه تخظه النظره قاسي يجب أن تسلم بها صافي بارك عندك الساعة ستجمع فائح واجك و أي حاجة تخصك في هذا المساعد و سيديك لداركم لديك داخل ديني أي حاجة تجعلني تحمل عشي كله تحرك خطوة سريعة حاسمة وطحة للأرض معينها دالين صافي حبسوا من الدموع حسب الانهيار العالم كتصورش في أقصى تصورها سألنا سكون هذه ردة الفعل وعلى ذاك الشيء يوقع وهذه القصوة في السرطة صار الفعل لأنه صوء ضن من نهابي لا تخيل هذا الشيء أبدا لحظة وحسنت بحركة عند البابها السطرة سكت باللحماتها مع ذيك اللفع وعلى وجههم بشي سماسة أخرى فما لمحوا بين ذيك الشامات وقالت لها قدرية بسخرية ما زال قارسة عندك نوضي نوضي ضغي يدير ذاك الشيء اللي قال لك عليه إلا ما درتش ذاك الشيء يجي يجرك من شعرك يخرجك على برا ديك الساعة ما غادي تغذيت حاجة من حوائشك أميرة هي كملات ويكا تميل بخسرة البلاسة اللي داريت داع فوقه يبشوية لعمتي يبشوية لعبتي يبشوية لعبتي أنا أكملات صفية ثلاثة القدرة الليلة على التظاهر بدك السموة نت واقفة كتغوت برا خرجي برا ديك وياها ما غا نجبت أحدا فيكم برا تحركت قدرية الداخل وعلى وجهة إمارات لغدب الشراسة حماقاتي ولا مالك ترضيني من داري أنا سأخبرك أنا سأخرج الروح لك في اليوم كتغوت أميرة كانت تجريك تحاول تفكي بنا وبالليلة لقفة ثابتة وجهة متشمد صافي عمتي صافي مش يوقت دابة جلال تحت ما بغينا شي يطلع دابة تلفتت لها قدرية كتشوفها بحتة غمزة أميرة تراجعت الحدة القدرية تراخها الجسد ديالة كتغوتين أميرة متراجعة النور ما زالك تشوف في ليلة بدك الغضب والقصوح تخرج برا تراخت ليلة داك الباب سرعة تسند بالجسد ديالة عليه حاسة بالطوخة حاولت تقومها حاولت تحرك ولكمتك يتزايد حتى الغضلان والضبابة تلفها وسط الدوامة لك حلا تجدبها الداخل ديالة غافلة حتى طاحت على الأرض حتى تسمع ديك الخبطة ديالة فوق الأرض حساس بالجسد ديالة خفيف كي تحمل بريقة في الهواق بالمي الثقر فوق ديك الغيمة الدافئة كيتقاوم محاولات ديالة لأنها ترجع للواقع هي مرتاحة بغش ترجع نهائيا كي يستجب عقلها لتوصلاتها مستسلم قد تلف ديك الحالة اللوعية حتى وصلت لها ديك الريحة النفاذة كي يعقضى واحد الألم في دراها وصوص معرفات وش كي يضربه ومبلمت برزطة سي جلال كلها دقائق وغد يتفق وصل لها صوت جلال كي يحضر بقلق وراء بخلاكة بغد نوض وطمن وعليه وكي يسوره يعني هذا الشيء ما عنده تعالق بذلك الشيء وقاله من قبل وحتى تعرضت للضغط بزاف وانا خايف كي تسمي له الطبيب بهدو نقدر الحالة دياله لكن لا نقدرش نحدده غير من يتفق وان شاء الله ما تكونش انتكاسة والأمور تدوز على الأخير كانت ليلة كتسمي لها دي قلدرها بحيرة كتتساءل عن ش كي يضربه حسب ان هذا الضغط ديال داخل عقلها وعارف بانهم كي يضربه على الحادي ديال سقوطها من فوق الدرج وشنو دك شيء تبعت دياله بعد ذلك تقرر انه صافي هذا الوقت انها تفق كتهمس شفيفة بدون واي منها كتناديه برقة وصل له دك الهمز دياله رقيق باسمه مش كي يجي عند داخل الطبيب ووقف قلت لسانة الفراش حداها تحنا على جبلتها كي يقبلها بلحفة وهوضو ليلى الحمد لله على سلامتك قلب جالل متابهاش الأميره ويشفيفة كتهمس بسخريحة قدفوضا قدريا اللي واقفة كنت بعدك شلواقه عصقي عصقي ولدك يقول لها قلب جالل وش يكو اللي كان بغيش عليها زيدي زيدي الزفت علينا ويك وعنا الزهر ديالنا وجوبتها قدريا ووقفها تكتبع دك شلواقه عينها مستقر على المشهد اللي كتشوفه قدامه ويكتشوف لي لكتحل عينها بشوي يكتشوف جالل بحانان دار تكفها على الوجنا ديالوكات المسلحية ديالو بريقه وسهولاته بحيرة كيف اجيت هنا كيف تجيت هنا وش خديسيني من عند من دارنا وش أنا ناحسة ولا شنو تكهرب للجو بدتكت على الشهاقات يلتون ما بين الجميع كيشوف بعضهم دهشة وحيرة حتى جالل يرس بالعصو بجمود كيشوفها بعين داهلة قبل ما يسوله شنو اخيرها حاجة عقل على ليلة حاولت تسويقه ولكن جات الحركة ديالو فوق اكسفها كتوقفه على الحركة كتابعه انك سمع شور وقبيتنا كان وجدوه على قبل تهز ديالو بقي لاغي اشي حاجة على العرسة ومتجال العيني بقوه ضغط على السنان وعرف بأنها مرجعون لقطة السفر من جديد دفعت الباق ديالوغرفة ديالوية كتغوت انح ما قاعدين نتشل هات البنس هاتي غديلي الشالان فانما كان قول صافي سهل الناس ومتجال العفريت ونعوده من الول ومن جديد اميرا ويا كتلح ما زال ليسانس على العافية قدري يا بحقت والدك اللي قالت من الوقت اللي قال له الدكتور وبالله رأى شنطر عليها وهي اللي مني مشاهد طبيب وكي طبطب حلش ابنية صغيرة هاتي تفاعيني يا راسا قدري يا راسا يا امو يمسي ولك بتي غديت ترطق وبررت غدت ترطق ما غديش نتفك منك يا ابن الصالحة اهههههههههههههه قل الله كل موقع اللي قال ورحاتها ففضرهم والله يارب الله بقيت الجملة دياله الأخيرة وعتقد بالعاس ولكن اميرة تتحرك الدافل و تتستخدم بكلامه بلا هذا الهضرة هذه لا تستطيع قدر على شيء ولدك واقع فواد البنت والدنيا كثيرا بقادس لا تستطيع عبادة تفتت لها قادرية هجبت لحرمتها يعني لم اقلت شيئا بالاختين و اقصد بتصاورها انا رحلت للجلال اني سمعتهم بذنية قربت منها اميرة بش فيها بخبطه داها اناك عارفة انك هتبشي تقريها لولدك انا قلت سوف تذهب عندها و تطرع بها بدك شيئا بالخسارة لو تشفيفها بستاذا خلت قدرية تحسب الحمق احنا فيها داها اكيد محددك التليفون راغب كاين اكيد غلقه و عليك تصاور قربت منها اميرة نعمتي بعدها العرض موضوع هذا احنا داها ما غديش عارفين الجلال شنو دار شنو غديدين و كيفاش وصل التليفون داها قربت منها نبوسي تكاعمتي احنا ما نقدرها على ولدك و تكشي دياله قلنا لعبه في المضمون حسن لينا قربت قدرية ساكتكت وزن كلمات اميرة داخل عقلها كي عجبها درطاء و الخطط ديالها و تفكيرها و شنو هاد المضمون هادا و اش كتقصد الارض قربت ملامح اميرة بعدها تلعطيها بدهارها ها لنده شون ارض و لا شي وقتها داها سفرات قدرية و شنو و ماشي هادا و ماشي هادا و ماشي هادا و ماشي هادا و شنو لبعه ان الاميرة تلفتت لها بشوية و على وجهها بتزامها خبيثة وانو ولكن هاد شي ما يمنع شان ننتهلها بشوية و اللعبوا معها من التحر للتحر يعني غدي شوية و على العنى و كله بالعداب و من غير ما تشد لنا غلطة بحدا قدرية بذاتك هاد تفكر معا كيفاش غدي نديرو هاد الشي غنقول لك عامتي غنقول لك كانت متكية على الفراش صابرة كتدار بين لعناس الفترة طويلة قبل ما تفق كتسمي هاكا تقرب لي كتنادي بصوت رقيق هامس و مسمعتش منه من غير صب قبل ما تسمي الفراش كتتحرك بشوية على طرف صباحة على حسن ديك الاريقة كتشوفو كي يبلع ناس ناس فنانس اللي اللي عميق بعد ما دوز اللي وقت فوق كلها عطاها الدولي وصفو له الطبيب كانت سكطيه بحش دفلة صغيرة من كتجراش على الناس عتارد رغم انه عارفة من اللي محتاجش دك الدول حسن جاوقت الناس قاتوا كي يسحبوا وسادة و اختوت وجهة ديك الاريقة للكنابة باش يساعد الناس فوقها مهارش محاولاتها انها تسارد اي عصيبار و شاقلها بالله بحل تعلل بالله خصة ناس و ارتاح بلما يزعجها و استثلمت اخير المياه كتشوف تحركاته بخيبات امل و احباط عارفة بزيان انه ما اخفرش لها دكش اللي دارته برغم المارة ديالها حاولت انها تكحدة ان الناس يأكل شي شدات متراعه دارتها اساسة بهدوء وتكات حدا دارت دراعه مرة اخرى ولكن هاد المارة فوق الخسر ديالها متوسطتر على اخو بتاسمه بسعاده و ايه كتغمضه هنا براحه بستمتع بالدفق ديال احضانه بتوسعه هنا عبدار و نلقاته كي يزير عليها دافل وجهه فاقناه عن خامس سنشقه ريحها بعمق و مثلها بالاسم دياله تخشبات كتسنى اللحظة انه غديفق و انه غديدور فعله هادش اللي دارت ولكن سات الصمت ورجعت كتسترخي من جديد عارفت انه رجع ناسه تسمت فرحه و ايه كتغمض عينه و كتسمتها بدك الإحساس و التهنعاس بسرعة فقط على الصعود دياله و كيغوت حتى راسه نازل معنقه نبغيش تشاوه مازالك الدراسه ناسه خايفه منه كي سهوله ليلا فايقه ياك تطرسه بالنفي كي توقف عنفاسه و كي يكتحسبي نظم الولاسه هزه هكا حتى فقصرين يلا بغايبه عاد و يتشدون دراعه و كتشوفي جلال فين غادي عفك بقمعي و تغيروش الملامح ديالوجوه مازال كي يشوف فيها كتشوف ديال بقايا الغضب مازال كتلمعفينيه و لكن حساس انه شوي يتحرك تحرك في ذاك الحب لها و ملامح وجوه بده و كيلينه و بحلد كالحالسه و كتشوفي جلال و انا بطنقديش حاجه و سيرجع عندك هاتلقاه سمعه كي يشوف ديال حالة دياله قدامه و كي طلب انه انه يبقى حداها و لكنه شونه سيرجع و لا يشوف يدير من ذلك يحسب ديالغضب منها قادرش انه انه انساء ديالتك و اخلاح حالة ضعفة دياله يشوفه و لكن ما مقدرش اي مشاعر اخرى فضل اللحظة تقانت غايبة و كي يشوفه في هذه الحوضة قدامه و الزفر بقوة يلا شونه و شونه ما رأيك انا سوف ينزل و سبعيني لبسي و سبعيني فطر رفعت وجهه كتشا ملامح بالفرحة و السعادة و انا سوف نجد لك الفطر ما رأيك؟ يلا بغي يرفض و لكنه وقت اللي شوفت ديالغضب دراجع في عينيها سراسه موافقة بساسم و مشا جاية الحمام سمعت الباب تسد نرقاضات فوق الفراش و غوثات شوية و يتحق و يدري التدافق فهمها باش ما تمصلش للمسمع ديالغوطة هادي كانت اول خطوات النجاح و ما هتوقفت تشي حاجه على انها توصل لعدف ديالغ نازل على الدراج بعد ساعة دوزات مصد ديالغوطة و بعد وقفات الساحت كتشوف هنا و هنا كتب لديك اللفع ديالاميره نازلها ساية كتب تاسم قربت منها يلا بغي تتحركت بعيد عليها و تشاهلاتها و لكن نقفات خطواتها حركزي ليلى ركزي عمان ديالغوطة ما في عقل على والو و ما عقلتش كون هاد اميرة و شنو دارتي إلا بيينتي لغو تضيعي كل شيء ما تضعراتش البارحة فقدانها للذاكرة غير ما نسمعات الهدراتياله محط طبيب و ديك الساعة تفكرها جسد الفكرة بانت لها اي الفرصة لجسد على طبق من فضة باش تسقدر تصلح ذاك شلي دارتو و قطار فاتو بحقو باش ما تضيعها بسبب هفو سبابها غباء هذي ذالك و قفات بلعصة كانت بتاسم بسي سامع بلها و هي كتشوف اميرة و قفات حداها ما زال بديك البسي سامع بفقش فايفا صباح الخير اكيد ما عقلش هدية انا اميرة بنتخال جلال بتاسمت له هيدها بتاسمت له هيدها اهلا الحبيبة لا باس سمحني انا ما عقلش هدك مقدرش نتفكرك اميرة بخوة تسامع سعية لا ماشي موشكين ستفكريني ستفكريني من بعد حسنة ليلة بالقدرة تحمل ذاك اللفعة صعفة و اخيلا اسمحي اللي عمشين وجد الفطر الجلال اميرة و يكتشير لها تفتلاح بيبا مره بغيت نقول لك اني انا كان بغي اعطاء يكون زيت في السكر و كان بغي البيض في الفطر ما عقفك ياريس ما يكونش طيب السر اكتشير لها اصبح كنتي قني اعطائها أميرة و هيكت الظاهر بالبراءة و كنت قلت انسان اعرفك انا ما كان بغي في الفطر اشارت لها بداية اختراح بخطوات باطئة خلاتها ليلة موراها تضغط على أسنانها الله يعطيك مصيبة تتأخذك يلا تمت باتجاه المطبخ فجأة لمعينها فكرة مجنونة تغيير تجاهها تتحرك ناحية غرفة مكتب جلال وقررت نفض الفكرة المجنونة ثانية في كل أحوال وفي قد من غرفة المكتب تنفس بها تساعد لك تقاتب شوية تسمع الصوت ديالو بابك جاوبها بشي أدل لعب الدخول خلات أرفع جلال وجوه خائم تابير ولكنني شافش كل دخلات حتى وقفهاك والقلق بين الوجوه مالك الليلة مالكوش وقع شي حاجه مكي كاية دل سبب ديالها فوق شفعيفو كتوقف على الهدرة ما كاية موالغي أنا مبلع جلال ريق دياله بصعوبة شنو مالك دري تحركاتي ده فوق شفعيفو بوط فوق البشرة دياله وخدوده ليه مش الدخلت ديال الفطور وحسيت اني جاتني الدخل مقدرش نكمل سفر جلال بقوه وكيغمض عينيه معرفات شو وجدك الزفرة ديال الراحة ولا ديال التأثر الحيرة دياله مدامة شمسة يلا ماشي مهمة ليلة خلي نجي لات وجد الفطور وغنفطه كلها من المساعدة خليفة أخرى منه وقعنا له وقعنا لفطورة ديال الراحة تلاحبه وقعنا لأزرع رجبت مني شافت ردات الفعل ياله باينه زادت فيه جاءت واجه بديك الملامح المستنكرة اسمحني يا ركس ما نديرش حاجة انا وليك زعمة بزوج بينا ولكن بينا انك ما عجبكش لحال صافي يلا تمزغا ذاكا بسرعة كانوا يخونوا عدموا عديل الخيبة تحسس بالقبضة دياله على المحسن توقفت على الحركة ترجع مرة اخرى مقابلة معاه صافي ماشي مشكلة اجيلا وامر الله نجدو الفطر بزوج رفعت وجهالي بالفرح وعينها كي يلمعوا بسعادة ملاب هكا كزات نفسها على اطراف صباحا كتقبل وجناتين دياله بجوج وحادرت مدرها على عنقه حضناته بقوة كتسبل له بدك الكلمة بدك الطريقة دياله بمدى شكرها وسعادتها بهذا الشي اللي وفق عليه قف هو مجمد اللحظة يحاول يسيطر على هذا الدعف دياله تجاهه ولكن ما قدرش يقاومها بسعف هزيدتو لراسة كيلعبدو كل خسر قدية شعره وكان بده ينزل على هذا الشغل بهذا اللي يابتها سنبحانان كيتهاتف قلبه بدقاته وله اللحظة قبل ما يساعد السيطر على حالته بسرعة ويبعد يلا قبل ما يفيق اللي في الدار وذيك ساعة لو قال عمري ما بقيت قندخله نيائيا قبل هصوم سنت بظهروا على رخامة المطبخ كهراق بتحركاتها في الارجاء ديالو كتصاب هادي وطقت هادي بين ان ما عنده مكين تلوزم الوجود دياله ما تحركش مبلاسه ما يدخل ولكن ما قاومش ديك الموسع ديال انه الراقبوية كتتحرك هنا وهنا بحلش فراشة خفيفة كي سمتع بديك الثارثة دياله فعنا انغام موسيقى عذبة كيتمتال اعدان ديالو كي سووا نفسه من ابتها مش هادي الغدم ديالو الحمقه لها في مش هاديك التورة ديالو البارح درجة وصلاتو انو نضربها كرح نفسه بسبب ذيك الفعلة ديالو بذيك التربة اللي اعطاها في مش ها القرار انو يبعد عليه ولا ابد مش كل شي اختفى بمجرد انو رجعتلي كصفحة بيضاء ما كنتذكر وارهم دكشي لو قابلاتهم من سؤدا واتهامات سوف رح بالعودة الليلة السعيدة الخانية من الهموم جهل كل شي تلك اللي اسبق وارجعته هو جعلان العاشق لولهاليها والكل تفاصيلها ما كيقدر حتى انو يظهر بالقسوة والجمود معا واشو ولا تفعلي حالته ميقوس منازل على الدرجة انتبه من افكاره على صوتها كيتعيط ليه جعلان في مشيتي مقبيلة كنتعيط لك باش نوجد الماكلة بتعصم مضاعف لها مشدلي الدهوة كيتحرك قلسها وقلسها وقلس حضرها بدأ كي يأكل ولكن توقف متفاجئة من يلقاها تدلو الماكلة هكا في فمه كتبكله كي يبتسم لها برقة ما عرفش من غير انو يفتح فمه بطاعة كيتناول دكشي اللي كتعطيها ووجهه كي شاعب الفرحة ما ان كي يسترطو حتى تدلو حاجة اخرى في فمه حتى توقف العيدة باركة باركة ما لديه كنت توقف الناس بطاعة كي توقف ما مشكله انا اقل كل سلوة بطاعة كي يسترطو حتى بدا بطاعة كي يرفض وعنده ارادة من فاصلة تماما على عقله يلا يقرب لها كنت تسمع صوت اميره وجده الفطر وكتفطره ستجل العينيه يحس بالضغط ضغط على اسنانه وكي بعدها لليلة كنت تقوم بشي كلمات مواضحة لكن كانت مفهومة لها خلت بشي سامة لان الفرحة كتقفز للشفيفة حاولت تخفيها العينيه هي كتشوفه ما زل كي يسبوه العين هذي كلي وقفه قدامه قربت وكتصنع البشي سامة ولكن كانت عينيها وكتلق شرارات الحقد والغلب جهتهم قصات تكجي كلمات جلال بحل الكس تكسطل المال اللي تكبع لها هذا الفطر ده هذا لي انا وليلة اللي بغيت تفطر يصري قدي وجدي الفطور للفسك تتراز اميره ومخام شي مهم انت انت تجي عمتي وحبيبة مليفقه تحركات جهت المال مرة اخرى ولكن دارتك النظرة الحانقة جهة ليلة كتفاجأ بليلة تبدلها النظرة ولكن بشي سامة ساخرة كأنها كتذكرها بحديثهم كتما تخذها خارجة بخطوات سريعة مش هاتمور الباب ووقفات كتتسرق لهم السمع كعال عدد يالا كتشعر نيران يالا كتر وكتر بحل كتتفحم أعضاء عبر الغيد ويا كتسمع ليلة ويا كتنوم بلاصة انا اتضيلك قاتين وقفه جلال لا لا يخليك انت يانا اغنديره باركالك انتين درتي الفطور بسحات فمها بدهورية كتشوفه كيتحرك مناشطك ينفد كلامه كترقب تحركاته ومدهوشة سرعان بسحورو ذلك النظرات العشقه ويام ومتسامة سعيدة بلها كتزين شفيفها في هذه اللحظات كانت سلمة كتدرية وزاهية لعون ديالا مدخلتش لها الراسة ان احتى كانت تغطفك من الليلة اجراء لها تغطحت بذلك الطريقة ورجعت فاق سوئي مع عقل على والو كانت متأكدة انها كانت متسلم بشترجع لها جلال ولكن هي بغشتخلك كانت تغلب على اي طريقة تثبت بها صحة تفكيرها قدام كل شيء وخاصة قدام جلال كانت واقفة المطبخ كانت دندين بوحد لونية سعيدة كانت تسميل برشاقة مع الانغام ديالها كانت توجد لها القهوة كانت طلب من نجيه ان توجدها لي ولكن نرفضت طرف تقاطع ان شي حد يوجد له الماكلات يعلوم من غيرها ونجيه امتابعة بتسامة وهي كانت تشوف ديال حالة ديالا السعيدة اللي يشوفك دابخ ويشوفك شادي ايام اللي كانت توجد القهوة الاستجالة تلفتات لها ليلا مبتاسبة بفرحة ورجعتك تهتم بالقهوة بدون ما تتعلق على الحديد ديال العار فاش نقص داتك تفكر ذلك النهار وحالتها من الغضب من الافعال الاميرة ولكن تسمعت صوت سلمة من جهة الباب قاطع ديال افكار ديالا هتشيغل يا با ليلا يعني ما سولتش نجيه شنو كتقصد بزدرا وعليش كتتكلم ياكنتي ما عقل على وعلو زفرات ليلا بحنق ولكن ما عارتش ادنى اتي ما ممكن ملدك شي لك اتديرو شعرت لها بيديها النجيه باش تخرج يلا سمت جهة الباب وقفت على سلمة وقفت على سلمة الفقر اطاعة الباب كتتبع الحركات ليلا اللحظة تقدمت خطوات بطيئة او لا تمورها تماما كتتقرر منها مالسة لوضنها وخاتمت على الدنيا كلها بلا ما عقل على وانو انا لا وش كي يحسب لك راسك اي درسي راسك فقد الدكيرا جلل ما عادش يتلقك وتزوج عليك كتتحلم يا ليلة وكتسمت ليلة بحبت وحسست بان اخذت سأر ديالة من هدس فرا ليه لوقف قدمة على طبق من فتا وبدت كتتسرع في رسم امارات الهلاء والصدمة فوق ملامحة ماذا تقول يا سلمة جلل بغيت تلقني وتزوج عليهم طربات سلمة تعقد لسالات وصعينها بدهول مستقش دك شلي كتشوف قدامة والصدمة والهلاء اللي كتشوفهم في الليلة تماسكات بسرعة وش كتت متلالية ولا شنو بس تخلي ليش نوريك وجه ديالي التاني وقفات الليلة كتشوفها بعين متساسعة براءة وملامية حزينة باركة سلمة وش انا غديمشي عن جلل ونسوله على الهضرة هذي وبلمح البصر كانت بخلي دك شلي في الداغة جهة الباب بلمس مهل سلمة الفرصة حتى انها تفكر ولا تنطق بحرف وقفها بس وقفها بيه كتشوف فيها مصدومة كحلت هي اسلمة ياري كحلت هي اسلمة قفت بلاصة بجم دعينة تساهم الدوات كتردد كلماته بحل شي تسجيل تلفع فترة كحل ثاني زمان جلال كانت قدس جلال في حد الصالة ديالا استقبال مع امه وولده فواز كيتنقشف شي امور ديالخدمه كيتسنى القهوة دياله قبل ما يمشي كل واحد منهم اللي خدمته ولكن تفضع مليقاته قدس جلال وكتشهق بالبكة وكتشهق بالبكة تنخص ويدها تشببت بالشميس تصلي بالجسم وقلبه يرجف مالك ليلة كين مالك حبيبه مالككة وكتشهق 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 ويجب ان تنقل وكتشو جلال قوة على سنانه يسبب من بيناسه وكتشهق وكتشهق يحاول انه يحب ان انذكروا وكتشهق فعلميناذا يقليه ليس لعدك جلال ان تخятه طبع عليها وكتشهق وكتشهر فياك تقرر و تفوز و تقرر الى دارتين معها و تحصيل سلمة هل قالت لي انك تطلقني و تزوج بشدة أخرى لأيض فر جلل بقعه و تكون عنها صعوبة على انه يسبها قدام عمو لكن كان العموات تحكم لا يمكنك أن يتناوله و تانية واحدة و يجري خارج من هذه الغرفة و يسبه و يلعن في سلمة بغضب و يشير الجلل فواز لي وقف تبعها حاول انك تهدنه ومالو فوز براسه بشوية أخر الشابه هابط جلل راسه ليلة اللي دفنت وجهها في عقو ليلا واش كد ضني اني اي حاجة تقولها لك سلمو غدي تصدقيها هم؟ ازات راسه بالنفي لا يوا اسمعي حبيبه كي شي واحد مع قلو انه غني تزوج بكتب فكرة انه يتزوج بحد اخرى تراجعت لدور كاتشوف ايها بصدمة مسنكرة استسم لها واكيحة وتوجهها وبس لها راسه تيرا في كل شيء في كل حماق في كل هضر اللي كي كي الحجر صلى بالجسد الدالة اللي كتشوفي بحلق من قدر كلماته وقفات وشنو اخر؟ رضيقة والنعم والجمال اللي كيخطف القلب والعين تاوكين ولاش غادي يبغي واحد اخرى تراقص قلبها كي يرفرفنا بالأضل وعد يالا بالفرح والسعادة غمضت عينها وتأثير كلمات عليها حل العيني بصعوبة وما زال مربوط لتك الكرسي كيحسب حد الحركة حدا مانح العيني تكيبا لي ناسي صاحبه اللي يكلف بالكاميرات واللي هو المدرع دياله اليوم انه في تنفيذ الخطط دياله حتى هو في الكرسي حدها مربوط تصدم جالا لوين تخيز زخري شنو رأيك فاد المفاجأة دي جبت لك صاحبك حداك الشيوان تكبش عرب بين لكن بغيك بزاف تكيت رهد وش انا ما زال غنبقى هنا بزاف انا قلت لكل شي حتى التلفون ديالي اللي فيه تصاور خدتي شنو ما زال بغي مني قرب جالا من ديال الدائرة الطب ولا وجوب تسامة ساخرة ولكن عيني فيهم ديال الشراصة اللي تخليهم كير ساعبهم منه اللا وش احنا ما زال درنا شي حاجة بقيم درنا وانه وما زال نخدم انك شي تصوير عكا شي تصوير عكا شي تصوير زوينين قبل ما نتفارقوا معك مش مني توحشنا ونتفكرك بهم اقدر اغيب حواجبه لو هلا قبل ما يعرف شنو قاسده جالال وديك النية ديال وما قدرش انه يقامو تحدث ليه بزاخرية كفاهمت ولكن قدرنا عارفك ورد الساوي اني راجل متى واحد ما يقدر يجيب الغرط عليها انا راجل احتى لو ظهرت عليها الف صورة كنظن رك فاهم زيان تحك جالال ضحكة رانان ادوات صدر ديالا بدك ارجع ذاك المخزن خلت من راغب كيشوف فيه بخلق وتوتر وكيقرب منه جالال الخطوات واسقة تحنع لي ولوجو مقابل مع وجو وش هدي حاجة تفوتني يا راغب لماذا اني درسها الدورة كاملة تجبت لك اخوك وحبيبك وصحبك نحسين كان راغب كيشوف دك جوجه الرجال اللي واقفين قداموها مالكة ممصدق شوش هدي شي مجرد تعديد اوه بصح بغي نفدك تعديد دياله صافي دك تماسك دياله اوه بصح بغي نفدك اوه بصح بغي نفدك اوه بصح بغي نفدك اعتجاج لخيارات اما يختار انه يدفن هنا حي وايلا هنبت راغب راسه بالهزيمة يتساحق وشعاقاته يبكي بحل شي داري صغير اعرف انه قدم جو الخيارات كلهم صعب كان بحل المعوز بالنسبة لي ولا فرار من واحد فيهم نجال واقف قدامو وعرار شلو اللي يدور فاق الرائب بعد ما شوية تصور ماشي مشكلة ولكن غايكون وعدي اهنا واش لو فكرت ترجع مراخول الهنين اللي بلان ولا تديرها ولا ها ديك ساعة غدي نورذيك قال جبرة دياله الاخيرة كي يساءل بستاذة او لكي الراغب وطرطش ولا ولساني هسراسه نافي بقوة بساس مجال بساسة بصفرة من خاسي دي وناش خايف دابا مادم هتكون بحقلك وقد تكلمسك اشار اللو براسه الرجل اللي واقف اللور بصمت وشاني حيتراعيم هالزوم اللي اردخوشونا بلما يقام قاموا كأنه استثلا من ذاك المصير دياله المصير اللي بغى يضوق الغير ولكن الله ضوقه وانيس منه منشر اعماله وشحمر قساليني لش كنت تري هاكي لعرف جلال انك ليلة كتسكت فيها شوش عبش بيها شورق ما تخليني ندمحي تقول لكل شي بعدها تشورق في المعلامر ما يد ليلة هيا هميني لش درتي هاكا انا حسيت من هدرتك معي انكينش حاجة وخصوصا بعد سؤالك على راغب سفلت ليلة ما قلش ما كانش قدامي وغير هاد الحل هذا انا حتك عيز واني مستفى شورق وكتعارف انه السيحة لغيتمح لي ملقيتش قدامي غير اني ندير ناسي نسيت كل شي ومتبعها من اللول جديد ربسات شورق على كفها واخح بيضا هاد الحلولي بيناتكم ولا ما تكذبيني في حاجة بحلالي نزلت ليلة رأسها ما ينفعشها شورق انا غلطت بزاف واستحمل بزاف وكيدووز لي ما كان عقش ان هاد المرة هاد يقدر يسامح تاني ولكن كي يتعب معي بحال ان دابع حيث غير حقها هاد يظن اني ما عقل على الوانه تقبلت قلب شورق ويا كتسمع لها درسا ليلة عندك يكون راغب يد في هاد الشي هاد الغضب اللي وقع بيناتكم تكذبيني هذات ليلة وجهها شاي حب عينيك ترق القبض ياهوي لبسة ليلة ماذا نوقع ماذا ندهلك ثاني بلعات ليلة ريقها بصعوبة ولا شورق انا غيكت كندفع لي قلتها مجلل وذكذبيني ماش يخليني يجيس معاكم ماش حلو النهار وشابس فيها شورق تكذبين هاد الشي مكيش حاجة وقعت ثاني بدأت ليلة كتذبها راسا بالنفي رافضة كل الرافضة انها تعرف خسب ذلك اللي وقع من ذلك الحقير لا تسبب لها بشي كاريت من الألم والقلق كيف موقع الله هيوية ما زالها داخلها لحية جديدة بدأت تأكد لها بأن ذلك اللي كان فعلا حسنا نتقى تشورق صافي كوني مطمونا لا تبقى غديبين صافي راح تصل موقع لها عنده شي خدمة في المدينة وغايت تعطل ما غديش يحضر حسن العرس دي الخو حسنت ليلة لم تقات قلبك التلاقص بالفرحة حسنت بأن قال الراغي بهذا أكيد وراه جلال انه قدر يبعد هذا الكابوس هذا بالحياة وحياة خطاء ولكن سرعان ما بعدت لهذا الفرحة مني عرفت شحل كانت قاسية وعديمة الإدراك مني سعب الناس مع دات الحق يربدوه ومسخبره وطلبت منه المساعدة هو الإنسان الوحيد اللي قدر يعاونه وبطرفة عين قدر انه يكسر الشوكة دياله لم يعرف حتى شي واحد كيف اجدها ليلة كد تظنين لا تلبس تلبسي من جالال لأنك جيت تقلسي معنا شحل من النهار هكي قبل العرس غيوافق يلا بغا تجاوبة ليلة ولكن قطعتها دقات هادية فوق الباب دي الجراح ديالهم شوية سمعت صوت جالال اللي هادئ كي يطلب الأيد من الدخول الناتلين بعد ما دارت شرق حجابها فوق راسا ودخلوها بساسم اهلا اهلا شرق شنو خبارك شنو اخبار الوليدة نزلت شرق راسا بخاجل الحمد لله كتشي غنطمن على ليلة ونقولها بالله بالله بقشنا بثاف وحسا راغي برهام الشر ما غديش يرجع نهائيا خافت ليلة انها فجالال يرمز لشي حاجة من ذاك الشي اللي داروه راغي ضغيات انطقات لك تلبس منها وحسا تتجنسي عند خالي وحسا الفترة باش نخدر نزورهم سمكينا بقاس ملامح وجوه مهمة ترسن فق امارات تفكية العميق عادة بالتاسم تسامة باطئة رخة غي انا ما عنديش مانيه إلا ما غيرت مشي نتوزيت ماشي يومين معه شنو رأيك بقاس كتصفق شرق بكفوفة بالفرحة كتصفق الليلة واللي وقفات عينها مصمر عفق ملامحه كتسائل على سر ديك البسمة ديالو والفرحة اللي حسات حسات بالحزن كي يزحف القلبوي كتسائل بحزن وش يكون سبابة انه غيتخلص منها غيتسفك منها بعيد عدة ايام باش يتنفس بحرية بعيدة لا تشبوزها فيه خرجتها شرق من شروطها اكد موافقة ليليك عافك موافقة نخرج بجوج نشر ودك شيري باقي لينا تلفتات الجلال بتاسمه والله جلال انا اجلى كل شي انا اعرف كيف نقدر نشكرك شكرا المستعف ما كي لا شكر له انا اعرف انتو باش حرمت علقين بعضياتكم وليلا اكيد كتتمنى انها تكون معك فتلا حدث الاخيرة تلفتات ليلى كي سولها بصوت ما قدرتش تحددش انو كي يحملون النبارات هيك ليلى ولا شنو وما تليم شروط الدين ديالا مغيب تماما ما عرفتش وش وافقت حتى هتفت شروط يلا نوجده في حواجة كدغية باش نمشيها واساعد جاي في الطريق باش يدينا خطوات كتش بس بالارض بغا ترفض انت بخطوه وتقول بله ما تخليش هذه الغرفة هذي ما تتحركش بعيدة لنخطوا واحدة حتى سمعت صوت الجلال بما راح للا بغيتو صور نصلكم ونصلكم انتواصل بساعد نقول له بلما يجيه واي انا غادي نتيكم تلفتات ليلى شروق بخاجر لا هو غايكم جاي في الطريق واكيد شوية غايكم هنا هذي جلال نصب موافقة بتاسم وتحرك جهة الباب يلا غادي نهبط باش انطلاقات بما كينا مجدون شو مريوسكم خرج جلال بسح الباب ديال الغرفة متابعها ليلى عينها عبدولة مصدومة من سرعة الأحداث ولكن قلبها كيرجفة الضربة ديالو وكيف تتعلق حتى قبل الخط ورحلة من الباب تلفت اللور تقابلت نظراته بحل لكيها صرفتها رسائل تحمل حروفها الكثير والكثير تتخفى قبل ما تدركها كبال الأخر تبدأت تتخفط في حالة من الارتباك والحيرة وما عرفت ما حالة زالة من النهار وهي بعيدة لك تحسب حديك الحوثة لخارجها من الماء ما تحسب بدون بأي فرحة وسعادة مرغم أنها ومعنوا بأي فرحة وكل شيء يستقبنها عليها حتى عمها يبدأ أن هذا مرغم في عيني ويستقبنها ولكن لم تتردد وقال يتأسف لها ويرجع أنهم وإنها هي وشقيقة لها ويدوز نهارة وقال في الغرفات تقريبا تقريبا بعد المنتظر في الليل في الليل ما نغمض لها جفنا على أمل أن نجي منها تأتي من التصال ولكن كيدوز الوقت وني ما زالها غالثة حتى فقدت الأمل كتتفار بقوة كتتحاولت بلاها دموها تكاسفق الفراش وجرات الغطاء كتتغمض عيدها كتتحاول أنها تنهس وال والعليل وعنس ذاك الناس ريحة بالحزن يلا والتفكير يلا قد نجار ما حتى تعالى صوت ديال التليفون نحط بصورها كتتخبط بالأغذية حتى أخيرت أخيرا تخطف الهاتف من فوق اللي يكتبها اللي قريبا عنها وجاوبات كيقابلها الصمت من ناحية الأخرى الوهلة قبل ما يجاوبها بصوت ترخيم هادئ مازال في قتل ذاكو ليلى بشوق وأنفاس عمد سارا كانت سنة نسمع الصوت قبل الناس جاوبها جلال بصوت تلقيق وهمث قتال إنما مقدرش الناس حتى نسمع صوتك ديري حسابك صافي عمرك مبقتي غزباتي بردار مرة أخرى كيف أتسعليها تقلبها كيقاس بتعالي كيقاس بتعالي كتسعالة دقات بالفرح والتهلل وجهها بغيبا سليديك الفرحة بالإسمعات الكلمات يعني حتى هو مستمعها بس حمش أنه يتباهد عليها ولو ليلة واحدة يلا غدا تقولي بالله تحشاته بالصفحة بلاتي ليلة خليك معي نشوف شكل يدقه رجعلك السمعت صوت مني حتى الالفون كيتسمع الخطأوات ديري أعرفت أنه كان قلس على هذه الكنابل قريبا للباب كانت نتابع حواسك تحفز كل خليفة من يوصل إلى أدانه صوت شلال الحاد الغاضب يغوث على هذه الواقفة قدامنا غرفة ديره كيف أتسعلي هنا كيف أتسعلي عندي فضل واقسادة بحق البليلة بين الرجلي عوية كانت سمعته بإخجالة هذه الواقفة على الأعساب غرفة ديره خالية من وجودها كيف أتسعلي بأميال ومشاهد أميال من أن يصل إلى هذه الواقفة فهمتها شما قلت له أحفاك أتسعلي بعد أن أتسعلي سمعت أطلقات صوت جهلال تغيرت نبراقه من أحيان الذي كانت سدي لا يوجد دبا سلمة دبا الليل ومع الطل وعد ليلة لا يوجد هنا حتفات سلمة بلعفة انا جينا علاقة بالليلة تتعرف انها كانت تحكي ليك ولينا كلنا تيقني ليلة عقلة على كل شي يا جلال تديرها كغي باش انا وقفات قد هتلقى اخدام دياله القدرة على انها تحمله هي تسمع هذه اللفعة اللي ما زالت ذلك تحاول تخرب على قتاب جلال كي تعلو دقات قلبها بلعفة جلال تسمعوك انه صد بعيد رغم وضوح النبارات قلبها بطء وتأكيد يقتعدك حالي ديال سلمة ما بغينا عرفوا له وده كل شي اللي بيني وبيني مراسي ما شغلك شفيه شحب وجهه سلمة يعني اتحكي عليك وتلعب بك هدر صوت جلال بقوع في خلال ليلة تتقفز بلعفة وخم عد عليك قلت لك ذلك شي اللي بيني وبيني وكذلك ليس لك ذلك أشار لها براسه جهة الباب خرجي من باق قبل ان تصرف معك تصرف أخر خرجي سيقني يا سلمة حسن دابة صبر لك أمارة سوف تجيو حد اللحظة ساحد ما يقدر يحيدك من بنيت ديال وقفة سلمة كتحاولت تحفز دموها مخيبة الأمريجية هنا كتظن ان هده هي الفرصة ويسمع لها في الغياب ديال مراسو وبهين لا تأثيرها ما كنش كتظن أبدا ولا في أقصى تخيولاتها انه سيبخه وغي يهددها انه سيتعملها بطريقة اخرى ديالما كيقوم بتأنيب بها القصوة ديالو معها وحيته معها وكانك يحسب لها ما يتعملش معها كان نهائيا جار وقت لي ولك يهددها هو نيت قبل ديك السراقة اللي اختفاته منها قفت معها تقلبه وعقله وجوارحه كلها حتى ولا طوعي ديالما كيقبل حتى واحدة تهدرع معها بشكل مالي ناقصى مش هتكاد الجريل كانت بكي صد الباب ومثم مراجع بخدها واسبطي اجهد الفراش افكار شاير دفتك للحمقة وتصرفات الغير بحسوبة قلت على فراش ومسا تماما لي كتصنع للتليفون حسين تبه فجأة مش هستيليفون كي ينطق بسميتها ملافة ولكن قابله صوت انهاء المكالمة بان الاتصال تقطع عاو تصل بها مجددا كي تعالى صوتنا للتليفون بدون ما تجاوبوا نهائيا تجاه صوتها اخيرا كتبس لي السولات لي صولها برقة حيث يحمل معها مجددا من عاو تليفون وقال قطع بوحده لان حاولت بيلي بني لم تتماسكة ولم تخافة بان لك شيء يجيبه الاجابة ما كانت تبغي منك سلمة بخصوصكت كي حساب لما يجاوبها حسابة بصوت يحمل ما بينك المراحة والخبص يوم ما نعرفتي من الله سلمة هي اللي كانت على الباب أكيد سمت ذاك شي اللي كانت بغاية بالعاطر رقديالها خيفت سؤوله تاني ولكن ما عرفت شنو انت سيقتيها وصل لها يا صوت جلال من تغييرات نبرة ديالو ولا تجد ديالو من ترجعي نقول لك سيقتي سيقتي او ليلة حساس كأن السؤال ديالو كان فخ كي تسني الإجابة ديالها بحل اختيبه ما مهنتش نفس الفرصة باش تفكر كسر أكيد هرجع غدا ما قدرش ندوز ليلة اخرى جاه صوت جلال كأنه يبتاسم حسابة سنأخذك المراهة غدا يلا كوني واجدة وما تلو بتأكيد كأنه يشفق قبل ما سابس لي بالموافقة وستمر بعد المكالفة بلا سمن اللحظات اهبس كل واحد في يوم الاخر بصحية المساء قبل ما تسال المكالفة عقدات حواجبها ويكاسة بس نفسها بقلق سنقول له سيعرف مني حساب يعرف من اي واحد اخر عسقه هكا تزنزنه لي حسابة سيقه ويصدقها وديك ساعة مورو بغي يصبح لي عبدا انا غدي نقول لي وأكيد ما غديش يغضب مني يعرف اني درس هكا باش تحافظ عليه حساب رأسه بتأكيد بحل لك اتوافق نفسها لان الناس كمل تبضي البقية لديك الليلة ديالها القلق حتى صباح لها صبح اخيرا مرهقة لها قلم يشوش قال ساحدها في سيارة دياله وراجع للتار وبعد ما دوز معه مع عائلة تشفيه ديالوقت داس بصراحة في العدرها ولكن كانت مصود ترام الطارب وهي كتسن الهدر اللي غتكون معها كيف شها تقلو على سيار ديالها ونحن لديك الشيخة والنسبة لي لو كتسن الهدر نتزيل جديد ديالها كل ما رأيك تريد تردد ستلعفلها على سيارة 10 بحقت تازم بحث تقول لي شيء واحد مثلا انك تتطلط من كتبغة افادة مشكلة قالت عايزة وفورا لا 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 ايه وشنو من خرجنا وشي بحل بغا تقوليش حالو متردة قولي ما تخافيش كنسمعلك سفراس وقوة لفسات لي حسبات الامر ديالا قديت تقولو لي هاليا جلال انا ما فاقتاشت تاكيرا هقلها لكل شي جسمت المطبق بحل الطرف السكين جديد كتطلع لي كتلقى وجوه متشمد عيني ما حيداش على الطريق ما شفت فيه تردت فعل سمع الهضرة ديالا كملت في صوت مطارة وهي هربت من ايديك الشجاعة ولكن والله بستث مني ملقيتش قدامي من غير هاد الحل هادا مليه فقط وسمعت تكز هادرنسا والطباب حتيت انها فرصة باش ن نصلحك هذكل اغلاط اللي درتم معك دمعه عينيه ويا كتشوفه بتاك الجمود قدام معرفات انه صافيش سنز مد جمال فورص ديالا معه وعداش شاعمل انه يسمح لهم بعد الفعلات ديالا الأخيرة وستثلمت اخيرا بصمت بعد ما حاولت اكتر مرة انها تخليه هذر مالكين عينيه صافين اعماوا مقاش كتشوف يوم بتترس ما ما ينزله حتى وصل قدام الضار نزلي يلا مصلنا نزلت من السيارة بشوي نزلي يارج لهم هذين هذر بحل غد الحسف ديالا نضرب السيارة افتجاه وقف انتظارها يلا قربت منه حتى شدل المعصم ديالا خلاكها تشهق وكتعرف خطاة تحترف خطاواتها وغدي بها مورا ادخلوا الداخل كيتوشها بخطاوات سريعة جاهة المكتب معارش نظاراته همامات الحضور الموندهيشة ادنه تماما فتحتك باب الغرفة ودفعها الداخل وتبعه ومسد الباب مورا بقوة حتى شفتو حبيبه عشنو غدي تكون دارس هاد المره ها دينار يا ليلى اشترسي الوات قدري اشفع فا فعيلك حلين قد تكون دارس شاني شي مصيبة من مصيبها وتخليه يا ربي يقطع لاذا ذاك الراس ديالا وهنينه منها حبيبه ماما ماما حرم عليك رامازل عيانه سكسيت سياش عارفة تبقى ديه معك كهبيلة حيث كاملة وتهبيلة هزات حبيبه راسة قلة تحيله ساكتا وخات قلالي قال اسمكين تفائدة انها صدر معها تلفتت لها قدريه طلعي يجري عيطانين الاميره دبيلة تجري يلا بغى تسولها حبيبه على الشوق فاسا وهي كتطلب منها انها تنفذ الامر دينا بسرعة اما بدت تراجع اللون خايفة وهي كتشوف ديك الامارات تساعدين على وجهه الصلب الجاد اسمح لها جادة والله درس هكذا مغدش نبه هداليك مرحبت منه انها تستجابه كي يجي تقدم جاي سوية كتراج توقف هذا المكتب اللي كان موراها بقيتش عارفة ما قلت تقلب على معربة ولكن محتاجه فرصة تلقيته قيديري الدين فوق المكتب كي حاوت الجسم ديها ماهنها من الهربة ماهن بغى بغى تلعبين ليلا ماهن بقيتك مازال ملعبجيش به كتلعبي بيته انا خلي يعني كنظور على راسك الحمق كنفشش و كنطبطب و كنصالح و شيء شيء كامل كتضحك عليها ليلا بغى تفتح حمه باش انتخبع تداره ولكن بلغى تطلبك قفهتك تحت بالإرهاق صفهيات و كش قادرة عارف اني غلط مستعدة لأي عقاب تقرره عمضت عينها بقوة كتتنى الكلمات دياره الجاية ولغينهي بارتباطه ملابد ولكن تعجبت و قلبها بدك ينبض يعني بسعدة لأي عقاب مهما كان الليلة تعالت أنفاسك ترزا ترزاها بالإيجاب بسرعة شاقة بدهول و لأحاط الخسر ليلا بيده فجأة ترزا لدك سطح المكتب قلسها فوقه وتحده لي عينيها كي عيني كلمة انا كتعرف من قبل ما تبشيل عند عائلتك كتعرف تسع عينها بالصدمة كتبري تتحل الفمات هضر ثانيك ترجع تسده و عد مثل اللي يعرف سيني من اللي قلت لي أنك صف تشعر و قلدار خالك و المفروض و أنك مكتعقلة لسي شي حاجة من قبلها بش حال تعالت كتشوفي صدمة مورة صدمة و هيك تتكردك الموقف حل اسم فمها فضهول و هيك تشوفي كي يبساسم مش أي حاجة نقول لك اسقي حالة فمك هكا هكا ما غتخليش قدامي من غير حل واحد غدين ديره صحنا على كيقرب له و هيك ترجع في مخلوعه ماذا غدرت يا جلال أمس لها و هيك الأنفاذ و قريبه اتخذيني عاقبك اتخذيني عاقبك اتخذيني عاقبتك 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 كنت هنا في المكتب و منذك النهار صرقتني من النحاس رجعتيني واحدة اخر كلها مو أنه يلقاشي سبب أنه يحاقبك به عاقبتك عاقبت ليلة و عينها كنت أتخذيني و لكننا أتخذيني عاقبتك لا عاقبتك عاقبتك اللعبة ديره بدك يجريها فيها بحوز مستنى و خمشي مشكلة نفكرك يا ليلة يلا كنت يقرر بلاحظة تجدك الطرقات الملحة المتعجلة على الباب ديال الغرفة خلاته و قيبتك و شهده مسلطني لنا فانطر و شهدتك تضحى كبير رغم لها بدك تحت ديال المرحة و قفك أي مرة الأحصابع ديره و تدخل الخسرات شعره و يرجع الوضع ديره التاضيه و هي مزلاز بفق سطح المكتب قد قد حواجه قبل ما يسمح لها تكتق انه يدخل ثم ترجعوا الغرفة من دخلات القدرية و مراها أميرة من الباب صمو لها جلال بحزن شنوان واليدة كان شي حاجة؟ شتات القدرية بيد أميرة جرام و هي تقدم للداخل قرمت كثير ميلة بذلك النظرات الخارقة ما فاتش من عينيها كيفش ذيك الحالة ديالها شعر اللي مخربك لما قبل ما تلفت الجلال لواقف بصباب و صبر و ذو كيتسنى الهدرة دياله أميرة كان عندها شي هدرة بغا تقولها لك و خسك تسمعه ضروري قد كتشوفوا الوجهة ديال القدرية القاسة و ذيك عينيها النارية نظرات و هيكت تقدم ناحيتهم جرورها أميرة ظهر على وجهها القلق و التوارتر و عرفت ان ذيك الهدرة ديالهم مغديش تكون بالسهلة ولكنها تشبتت بأنها تقاس واقفة بلاسة من وجهة انها تخرج نهائيا حتى ولا تطلبوا من نهات مغديش تخليليهم الساحخة و يحتى يدخلوا ديقصهم ديالهم مرة أخرى بيناتهم شوفها جلال لا انا ولا اميرة عجبنا هذا الوضع هذا قلصها طولات في الضار هنا من غير ما يوقعتها جديد بيناسكم و بغينا نكملوا هاد الشي هذا خطكم تزوجوا بسرعة تلفسات الاميرة غضر يا اميرة ماكي ساكسة تسعيني الليلة بدهول تلفسات جيت جالا نقاته قلصها للكرسين تقابل مع المكساب دياله رجع ليه ظهروا النور كان وجوه هادي ماكي قروش تعبير دياله بغت تسعيني بغت تسعيني و وخة اميرة عدري ماكي ساكسة شحب وجهها اميرة كي يزاد نرسي باكي دياله و هيك تنطق بتالعصب شنو غنقول لك جلال ماكي ساكسة بغت تسعيني و هيكي تتلقى بذراها و عينيها تطلب منها تجاريها في الحديث ما تقولي؟ يقولوني بيلا بغت نكمله الزواج ضغياء باش ترجعي الارض للماليها و كيف تجي قلصها بجلاله و غضا تسكسيك تبلع لسانك و قف جلاله و كي يندق حاجة قدرية اميرة مغديش شطر أنا اللي غنى اعضرها هادي المرة و ساكسة بغتوات هادي اتقدم جهة الام ديالو اللي بنته و الترشدية داليا اما اميرة رجعت و وراها كتسمال صور جلال هذه النبارات خلافا لما كان عليه من قبل شحب و وجهها قدرية هنا ارض هادي لغت ترجع الحاجة قدرية ماشي خصة تكون سادة تتكون بعدها ملكها ترجعها قفات قدرية بعد ما كمل الحديث و كتشوف بدهور و صدمة و وجهها شحب حل الموتها حتى خفت ليلا انها و قاتلها شي حاجة كيفاش مفهمتش و انا كتبتها بجلل بصوت قاسي كي قاطعة بصخرية كتشنو كتبتها بسميثة باش تلويلي درع اياك ولكن خسارها خسارها الحاجة ما زال ما تتخلقش ليلوي درع جلال صاوي حتى لو كتتي ممو نزاغوا النظرات ديالو و كيكمل مشير براسو جايز اميرة بنت خوك طلعت تكية و شطورة و لعبتها بزيان ورجعت الارض و بشباش بجوش القرارات تكتبوا بسميثة و مع محضر صغير تلفتها القدرية لاميرة ما هي؟ كيفاش وانا كتبت نسلم كل شي يا كم انت حسنة ندري فيها هاكا ولكن باللتين عنورك اليوم غندفنك بيت ديالو و فضر هادي تتكتغوت اميرة و هي كتتراجع اللور كتتعيد الجلال باش ينقضع و لكنه وقف كيسا بعدك شلي كيبقى بورود و لما يتحرك كيسا بعدك الهجوم ديال القدرية و الخوف ديال اميرة كتتكتغوت كتتلفت ليه زي ما باش يهتقى حسن تقتليلا احتقاه جلال تقدردها شي حاجة تحرك جلال مبلاصة و لكن جيهتها شد لا بيديها هزا الفام ديالو تقبل باطة ديال كفة قبل ما ينتقل هدوء ولا مبالت تخافي جلال اميرة و لو حتى من الواليدة و هدخلي يوم يصفو دك شي ديالو مزيان نهدات ليلة بسعب كتتسنة جبهتها على صدره جلال عيت ومعيت مش حلو نهرو انا خوف وقلق ما نحسرش مزيان و خيفة من لي جاي ضم عليه كيلف الخاصة ديالها بدراعو ريحات راس على مقو كتضموا لها بقوا على حالتهم كي يستكين كل منهم بحض الآخر و لكن داخل عقل جلال كانت كتضر افكار بعيدة كل البعدة للاسترخاء و عربت اميرة الغرفة ديالو و هي ثبعة يلا بغا تسلم و تخلص عليها يا كمس حسن كسبعيني كسبعيني بجوش شبورة ديال الارض و اللي كنت بغا نسلمك كل شي بغا رجعك لان لا تخدر يا كاميرا مضيحي كل شي اهلاوانو ماذا ستقول لك ديما طلابة و ستبقى طلابة انت كتغوتة لا اميرة اش من طلابة عمتي انا التلميذة ديالك و عد انا يا فعلا طلابة و من دار طلابي بحالك نيت تحجر و جاء قدري تبصوا عينها بالصدمة من الهجوم اميرة عليها ايها عمتي درس كيف ما درسين تيا طول عمرك تدير هاكتك تقلب على مصلحتك و بس طول عمرك ليحانه و العمرك سولتي فينا و هوب مرة واحدة جايك تقول لي اجيب انت زوجك بولدي قرر بس منها اميرة رفعتني سلسة بحسمة و جايباني هناي و رامياني فوجي ولدك اللي من اول ليلة لي هنا جاي عندي و هددني بكل بروض يا امها رجال ارض و قبل انه شيري ليا دار و ارض انتجمع في انا و عائلتي و الا غي خرجي منها بفضيحة و تهمه في الصريقة و انترمى في السجن بس بابها دخل هذه القدرية و هي كتسمع لها دارة الاميرة حسب تشتت الظهور بين انها غفلات او لتعملت انها تناسة قسفة يلد ولدها منك يوقفش حد عقبه في طريقه او لك يحاول يرغمه و لاشي حاجة مغاش يديرها كان لك تبغاها تتخلص من المراس و لكن وقعها العكس سماما بسات جامدة حتى عمسات لها ليلة و علش ما قلتش له هكا اخبتي عليها لاش كان ممكن قلتش اميرا كنت تحك اشنو هدين قول لي في قاعمتي فاقي و لدك دار كل شي بسببك انت بشي عرفك انه ماشي جالال الصاوي اللي تلوا دراه و خلاك تلعبي لعبه و كل خيوطة فيده هو اللي كي يحرك بالميزاج دي عليها و الخيوط هادي هي انت اياك خلاك تلعبي بي و كتهاو ديني في كل حاجة كايديرها و فيده كل حاجة هدت اميرا كتافة بلا مبالات ما ننكرش اني هادش يوقع ولكن هاد ما ننكرش اني كتك انت طارعك ذكت الشي ديالك مع مراته حتى انا كانت منى انك تقدر هادشي كتي بغت تخرب بينه و بينه للغزالة دياله تحول صوتها القاسو عينها كي لما محقده غير اللي لا و بينت الحاسب والناسب واللي علاقة بالها استي جلال بجلالة قدروا مستعدي هاد الدنيا بإشارة واحدة منها قرر بات من قدري و هيكت هادر بتحكم و الشمهاتها هادك تكوني كتظني انه خلالي نديرها التمثيلة هدي معها بشي يربيها دماغي انا بأموره بالدماغي انها دماغي انا بأموره بدماغي انها مستحيلة كعيام انها مستحيلة كعيام انها مرور ثانية انا عجبها و سكتها المقدر لا تسمع هادشي خلت اميرة كتتراجع نور بفضوعة و كتشوفها تنايد علي رجليها اخرجها اختفى انت طاعف دياله سكسي لا أريد أن أسمع الضوء لا أريد أن تسمع السعوة لا أريد أن أرى أميرة ترى ورقة تقرأ من هنا أميرة عين قادرية ورقة تقرأ في قناة تركوين أميرة تستطيع إرجف ما هو هذا الشرط؟ قصة قادرية في أقل وقت قادرية في أقل بقائنة يجب أن تتطلب اسميك يرجى الغزالة دي لعميته عم ساعة فكعتني الورق وخلني امشي في حالتي بارك الحد هنا يا ما عارسش قدري يا عارساش اين نهتي مام ديك الكلمات دي الاميرة كترشاها بغت تشرب من نفس الكسل اللي شربتها منه وبهضو حرب عليكم تبقى دخلتوني في هذه اللعبة ديالكم انا ما كان ليش فاتشي من الاساس خلني امشي بحالي ويا دار ما دخلكش قدري يا بروض اتخرجي كما دخلت يا للا شحاتة وسهاية وحفيانة ما عندكش حصل لقم اللي تدخلها لفمك اولا تبقى هنا يا نيت جاهم وجهة اميرة هذا اخر هادر عندك عمسي اخر هادر عنتي عندي رجلك ما ديش تخطع نية برد ضع الا وليت نفضل وعد ديالك ديال نفضي هاتشي لقتلك تقلبه ملامح اميرة حتى تسمحها لوجهها ايه لمحها لجمال وعينيها ولا تقدق بالشر والغيل ويا كتشوف قدري يا كتسفح ما بين الفاسة ديالك الكلمات واخا كي ما بغيت عمسي ولكن ما ترجعيش بكين بعد تقولي اي اه قدري يا بغضب كتسفح ديني ولا شنو انا قدري يا سكساس بي الله تكمل هادرة تحت بعلها جالال نازل من ترجموته وكي هادرت التليفون اصبت بشي سامة قتلية تحية مرحبا بي ولكن جاهلت اماما داز من قدامهم فتجاه غرفة لجهة دبلة ما يعرم ادناتي مام داز كتضحك اميرة بسخرية شفتي بش عارفي هوا جرع لي هوا مش عندك يجلي معبرك شنهيان بتسكل ما ايو انتي هزيتي كوهوشي كل شي تتقلب لك على راسك الله عليك للا خضر يا اكبرت العائلة لاللت الدار كانت قاهل سامة الجده في الغرفة ديالام لنزلتها عندها ما كانت خلالها جلالت نزل عندهم قال لبارك عليك بالمشاكيل وصداعسهم ولكن تلبس بانه انا سامة الجده تسهدر معلعنج حالتي مشاعفسها كانت قاسة معها تعود لهم من المشاكل دارهم والذي خرجتك تشري مسلزان مسلزان هذه الزواجية لاختها هنا حتيش نوع جداتي يشفتوا حدل حدلغو بغزالة عينيه كانوا يخرج منهم القلوب لم يشفتها ثم لا تلع الحاجة جراجية وسعادة كي يزداد الحماس لها حتى كاني لا تكوني ما شريت هاد الكسومني لها شريتها شرق صمت اني ناخدها وشريتها سنلبسها في الخطبة سلمة تقادلت الحاجة جراجية في الفراش كتسولها وعينيها هاتيها كتنطلق بالقلوب والفراش وصفه لي وليك لبسيه بغيت نشوفك به وخا لبسيه وجهين دي تشوفك وقفت ليلة وهي كتشير على الجسد لغافلة تماماً إلا اللي واقت مسند على الباب كيراقب ذلك الحماس دي لمحل الأطفال وعينيها كي يسابع وشغف حركاته ديها فوق الجسد ديها وهي كتوصف لها لغم الجدة ما عارفاش ديك الحركات ديها لشنو كتدير به وهو والغدقات ديها القلبه كي سعاله وكتصم الآدان وكي يسمعها كتقول بالله بحل لقدشي كان زمن كونوز العالم الملوك حل تحابتين مع هذوك الخيوط ديها الفضة مطرز بيها غيكون نازل هكي على الجيسد ديها كامل بحل مفصل عليها شفتين زمنها جدا ياك أسفات الجملة ديها الأخي يا لب حماس وفرحة خلت ديك البسمك تسعال على وجوه لكن سرعان ملحي دور صم جدية قطب جبانه وشكون ان شاء الله هذا اللي غيشوفك لابسه اللي غيخليك تلبسي أصلا تلفتها تليه بسرعة جلال جلال لا 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 واللي دائما أخر من يعلم حاولت تهدر تحاول توضح لي الأمر ولكن قاطع نبغي نعرفه زيدي قدامي بشتورين هذا اللغو بعد شفت في الجده كانت تلمس منها العونة ولكن نظرات جلال اللي حد درعتها خلتها تسكت يلا صيرها حبيبا سيني محرش لك بنيتون هد نكملوا هده كلامنا من بعد هنا هده 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 نهارك حل قف الباب كي تسنادوزم بسرعة أره بحدي كالطفلان المضيبة ما شيفاش البسمة ديالو على شفيفة ويتها بكي تبع من أداراته تابعه تسمع صوت دي الجداته يغعب شوية لها جلالا وليدي ما تكعيهاش توسعت بتسامته غمزة معيني ومشا خرج تابعه بتسمعت الحاجة جراجية بساعدة تمثلت يا يا جلالا تمثلت شي بثاف كانت في طريقة لغرفة ديالا بنت لها الفريسة والصيد القادم أول خطواتها في الخططة قد تقدمت يا روندها بعيون حادتك السقر لا أكون أنا أميرة طلابة السعال يا الحفيانة كيف ما قلت إذا لم أجدتك توسيتها عمتي بشانين لنجد الدار ليس أنت اللي تمشيني وغدا سوف نشوفه أنا ولا أنت كان قائز قدامك يشوفها كثيرا سيرها ليلة ونشوفها باركة من الهضراء لماذا لديها ثلاثة الملمحة تشوف بها كمشة ناحية بلاكها ستلمت أخيرا بخطوات بطيئة أرجعتها السابيني بديع ها هو شفتي عادي عادي بساف سد عيني أسفر حيدي ذاك الغطل اللي عليه باش نشوفه بلا ما تتخرج لي عقلي ضردات الثانية حيديتها ذاك الغلاب اللي علها الكسبة قبل ما تساوي يدها كايت رعي عشو قدام وتتركتنا ذاك العاطفة اللي غادشي أنا كايب اللي بالله غبز وينة بساف ما فيه لديك ما بغنيش نشوفه علش 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 هدى القلق كامل منه يلا بغى تأكد لي هدر دياله بحماس حسن صراعان ما تحول دعه هياك تشوف عينيه كي تشوف فيها بأي دران لبسي قدامة ليلة بغيت نشوف كل لابسيها شف الحلقة ديالها ما عرفت شونه غادي تدير أصلاع أنا 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 كنت بغى حاول لك بديك بتسامة لما رأي حالي جاهدت أنه لتبنى لك لما رأي حالي غاديت نشوفه هدى جهدته غاديت تشوفه قبل كل شي يا ولا لا أنا بغى تشوفه قبل جهدتي لفصه غاديت نكعة عليك قال لي تاني مدياله الأخير عبر جاءون بندرة باري لم يمكنك أن تقام استثناءت فورا هزاته توجهت الحمام حتى أوقفها موجودها هدى أنا لأي لبسي هنا تلفتها بسرعة كنتحس بالإحميران في البجنة لا نسعي راسك بشي الحمام غادي تغيري غاينة او ضغية يلا ملقات ما تقول لي خطرها سكت نفع التكشب بدون بدون ما تسعب بتسكت شوفي حتى عصفق للكرسي اللي حداها شوية بتسكت مقدرش يديها مسعفتهاش ديك السرعة اللي غدا با بغطي او مراقبة بعيني كي سبعوا الحركة ديالا بحسيمها مشاغف مقدرش مقدرش يدار بالوضوء وكثر طاحت ذيك الله وطاحت لاح درجة كان فواز ديك سبحن دي اميرة ترسمت للألم والمهانة فوق جهة من معارة شته سيما بتسكت تسكون عالمكة تحولت ان تسباه ديالا ومفعل مش حاسبنيوقفه تخطوات ديالا وتلفت لها اميرة مالك ما كذبكي فتتكت تعمر ذك سلاح ديالا الانتة وليهوا دموعا ك الابعويان باكي كان بكى على حد فواز كان بكى على ضعف ديالا القدام التي وولادها لكن هذه الهدرة أجبت لأجبت لإهتمامها لقرب منها وكي يسولها بفضل لذلك كنت أخبرت لها ماذا يبقى؟ وجهتها الفرصة الذهبية لتصغلها ترمات على صدره وكي تشهق كذبك؟ عمتك تتعيني بالفقر ديالي؟ كذبك دمالية وجايباني إنه بشتهي المرس والذهبية دكشي علاج حتعار فأني مفحالي شونتر هو يشوع حايلتي على أخذ الحال دياله توتر جسد ديال فواز لحسب لدك القرب ديالها جديد ولكن سبالك نفسه يعني مكيني لازواج له وانو هتشي كل لغة بش تبرزت ليلى وصافي جاباته بهذا الزمن رأسه هي كتبكي كتتألم بحل ذاك ذاك الإنسان الجريح اللي حسب التعاطف والشفقة عليها والغضب والمرة تعمو سلعب بمشاعر هذي البريئة هو أدرى الناس بها وبالقسوة ديالقلبها ولا مبالاتها مشاعر وجرح الآخرين لطالما كتكون نتيجة صالحة هي حتى أخذو هذيك المسكين أكبر درين على هذ الشي نفسه يرفع يدو كيربط على دهر أميرة ما عارف شنو غادي نقول لك تيقيني انا ما موافقت لذاك شلي دارته وانتشارك ألف وحد يسمناك و هي اللي خاصر على فكرة مش انتي ذاك أميرة من تشبوتها بكتب تاسم بنتي ساورة عرفت أن أول خطوات نجاح كتتزداد تزداد تزداد تلبسمة ديالها و بشتاعة ما خبيثة و عبغيتك تعتبريني من هنا بحل خوك أي حاجة حساجتي تياسي حسا عمرك دهت الأيام بسرعة و قرر بالنهار مقرر لخطبة سلمة كل شي كيوجد أما سلمة قابقت غرفة ديالها صافي استسلمات الأمر الواقع عمرها ما تخيلت أنها ما تكونش الجلال ولكن كنت كتطلب الله أن هذه الليلة تكون لها بداية الحياة مع شخص آخر يقدر يكون عوض لها على أحلام وأماني نهار تستحطمات في قسوة أما باقي العائلة كل واحد كيصبح في الملاكون ديال و قدرية كتستعب كل ما أوثت من القوة أنها ترجع على قصة بولدها لما زل على الجفاء ديالونيها كيضر معها غير طرورة ولكن فطور لخلها كتستحس بالليأس غافلة و حاولاتها هدية لذيك الأفع لأواتف دارة اللي كتستعب أنها تخرب لها الضار و كتنسي الشباك ديالها على زواج بنتها اللي كيوقع الرجل بنتها بكل سجادة و سداجة في ذيك الشباك كيلهت مرة بحل ذاك مراهق و في هذا الوقت هذا كانت علاقته بحبيبة كانت زادت جفاء على جفاء و كانت حاسة أنش حاجة كينة و لكن ما عرفش رسل خاد أما ليلى و جلال زادت تقرب ديالهم و تقاربهم و تلاهفهم و البعض يقدرش يخفي مشاعر ولا تشي واحد حتى في الحضور عائلته كل شي لاحظه ديك الحالة العابة اللي يولي عليها كأنه أصبح شخص آخر من غير الشخص اللي كان عليه كيتابه و بده و هولدك شي اللي كيديره مجرد ما كانت كل ليلة معها في بلاسة واحدة كي يولي ذاك العاشق لوسها و بير في الحضور ديالها كانت ليلة في الغرفة ديال الجنة لابسة ديالها كان قل لها جلال بلا ما هي يجي حتى يقرر بالموعد ديال الخطبة هي ما زال بخزونة ما ما كانش بغاها يشوفها بذاك الفصة اللي عنده ما زال حتى الساعة ما شافوه شاليها تسميت لها الجنة نازالت مرق الله جك يحمق ما غيشوفك جلال لابسة عدي حماق لي ما زال ما شافوه ياك و متلها بالإيجاب بخجلت و سعت بسامات الجنة بهاينا ما بغاش يشوفك بها إلا فقط الخطبة أكيد حت بغسياتك المفاجأة ياك نازلت لها رأسة بالنفي ايه داكور ايو عرفت خايفة لما يرضىش يخليك تلبسيه ياك و متلها بالإيجاب هست الجنة سهية رأسة سات الصمس بي ناسو حسا سمعت ناجية كتطق الباب و دخلات للا ليلى استجالا وصلوا وبغيتك بغاك تطلع عنده الفق في الجانح ديالكم تلفست للجنة بضعر كتطلب من هذا رأس العون بأنه هست لها رأسها بتفاهم سيرها بنتين ناجية قولي الجلال لأن الجنة بغت ليلة تقلس معها شوي حيث حاسة باللعينة شوي و بغش تقلس بوحدة مات ناجية من الموافقة و ذك الشي اللي كان بشت ليلة بسرعة قلسة أحد المقادل أحد الجنة مات خافي شاب نيتي صافي في أسوأ الظروف يقول لك بدلي و صافي و هات لبسي حاجة أخرى رفعت ليلى عينيها لها بخيمة أعمال بتسمعت لها الجنة ولكن تبغشت لبسي من غير وياك و لالتي و شطرتك ما قريت تكوني معها قنعي توسع عيني الليلة بإدراك المعنى كلمات الجنة و بتسمعت هيك تغمسها فجأة بدون مقدمة بتخل الجلال بسرعة مالك يا حبيبه مالك نجي قاتلي باللعينة بغيتي نجيب لك الطبيب ولا نضيك الاسبيطار كان يقدروا يدوم فوق وجهة جداة و بلاهفة غافة لعيني الليلة اللي تراجعت اللور كانت تقرق عليه خايفة منه في واحد الزاوية كانت تسمع لنا كل شي دوس بسلام ما تخافش يا وليدي انا مزيانة انا كتب غالي لازقل اسمعيت نوضو شوية الوقت ايجي والضيار احساس امليت كارت سميتها غمضة عينيها كانت للعل حد لانه تلدابة ما شافهاش ماذا هو هاد شلي لابسها الليلة يلا بغت تهضر هذا يلا هو اللي قتلك عليها ليش بتاعدك نهار لا لا مش هو هادا دا واحد اخر الاخر كان فاشأل معه عينيه هي كانت تصفق حناية الجسد دياله واللي اللي برس على التوب ودك التوب دياله اللامع اللي كان مرسوم دقة فوقها كانت ترك نظراته ان العيب ما شف تصميم ديال التوب ولكن العيب انه بهذا الشكل الرائع مرسوم على جسد ديالها كي يزينه كسره كي يعطيه ذيك الروح وذيك الروعة همس لاب بطء كي يسولها دك شارش بغتينش نشوفو قربات منه ليلا لا غير في كتين مكسكين بغي نقيسه قدام مكرك عارف تلفتات بتشجال جدا وياللي كانت تتابع الحديث بيناتهم وخا ليلا ولكن ما يمكنش لبسي هذا اللاغباتي سري طلعي بتلا لبسي حاجة اخرى بعد خيبات الابع بالداخل دياله شافت في الجدة بحليك تقولها تكشي لي قتلك هاه هو اوقع وخا ليبالك جلال غادي نطلع نقلب على فصل اغوب ديال القديمة ولبسي حاجة قديمة ديك النبرة ديال الحزن اللي كان في صوصها هزلاء هزازو هبطتك سافة باحباط كي يشوف دك تقدم ديالها جهة البيت بخطوات مستسلمة لفترة عن جدات واللي حالكات شفيفة دلالة على الحزن دياله حسا هي وحسن الامر دياله بسرعة سوف يجيسها بسرعة وكي يعيط لي يلا ماشي مشكلة حبيب اخلي ولكن ايدك ما تحييتش من يدي الليلة كاملة ما تبعديش على العيني ولو تاني واحدة بفوم هزازو ترسم الإجاب بسرعة داس الوقت بسرعة جو عائل العريض خطط الحضور عليه هو وخوته وموه داس الليلة بسلام كل شي قاس في قاعة الكبيرة المخصصة لاستقبال رجال ونسا كجدال تفريق وما هاي لوحدة كين ذاك الجو من البهجان فرح حتى سلمة قلسة لابسة توفلون سماوي رائح تفصيل ومرسومة على شفيفة ديك البسمة ديال السعادة اما ليلة ووقفة في حد الركن شد بأيد جلال لي شد بام طول الوقت ما خلات لحظة وحدة حتى جنت للحظة ديال قراءة الفاتحة تقدم جلال من الجميع بعد ما عيط له عمه قلس وسط الرجال وبدو كي قراءة الفاتحة في وجوه وكتسعال ذيك الزرد وبعدها تعبيرا للفرحة ناد العريس وذلك اللبس العروسة ذاك الدهب اللي جايبين لها وقفت ليلة كاتسا بعد شي اللي كي يقع عينها مهتم ويكتشوف ذيك الفرحة والسعادة على وجه العريس هاجمتها ذي كرادية الليلة خطبتها هاجمتها في عينها ذاك الحظ للحظة شايردها ثماما على الاقسرة واحدة من الاشقاء العريس منها سلل كي يهمس بخوفوت وصوتوا بتسامة بتلاعبها ماكتش عارف انها العروسة ديال جلال زوينها هكها سعداتوا بك تلفزات لي بذهور سرعان متحول الغضب يلا بغت جموه لكن شافت جلال كي يقرب منهم بسرعة خلا هيكتسكتس وياكتشوف وجوه اللي عام شاعل بالغضب وكير لقد اقل الحمق اللي وقف حداء بعينيه شنو كانت تدير عندك انها وشنو هذا الوصول انكتس وقف حداء اخوك ماشي هنا ذاكي يقدروا جاوب العرق بسرعة واخه اللي تشوفوا إلا انا غير ماشي عنده تحارك بسرعة بسرعة من طوال تخلص روح باقي جلال جلال الحديدية عارض بالك المره الجيه حت المره هاتي تدمر بشكي يجري اهارب منه بعد ما شفتك وجود تخلع منه تلفت لها جلال ماشي يجري اهدا واجري اهدا قل المره قل مره يجري في الخطوات لانه قد يسرع بسرعة من مره يجري مره اخر قل بسرعة مره غير مبالي تفضل لمجمع قربات قادرية بخطوات هادئة من غرفة ديال بنت أخوها جاءت عندها الليلة لتنهين خلاف ديالها معهم بعدما اقدرت مع أخوها واستحلفها بثلاثة تملي بناتهم انها تخلي اميرها كفحالة بشي يكملوا حياتهم وتبعد على مشاكل ديالهم وعندما كنت مبرر انها سبقى معهم هاكا خيط من البطش ديال جلال بعدما اهددها انها مكانش عندها حينة سوى انها تنفدتك شى اللي قالوا كملت مع المكالمة وعداته وانا غتدر مع أميرا وغتددتك لخلافات يلا غتدتشد في البواني حتى تسمع طمم مرات سمعت صوت أميرا المغري لا لا فوز اللي اخدت لك ما يوقع والو ما تقربش لي ازا تزوجني ازا تفوز كي يقرب منها حرم عليك يا اميرا واش غتقيد لك تلعبيبية الامتا ازا تأميرا يديها على قتلك من الاول شرط ياري تزوجني ونبيسها للدار تالي مبغيش تنفد فوز هو كي يزيد يقرب لأكثر غايبقى على كاميرا غايبقى ولكن هتشيلي كالطلبي ممكنش يتنفد ما بين ليلة ونهار رخص والوقت فانساس اميرا كتافة بوصافي على راحتك ولكن دكشيلي فرسك ما غديش يكون تيكون بشراء دي الله وبالحلال انا ما تحملاش قدرية انا تقواقف اكثر تفعت الباب وقوه هيك تغوز يا كابنت الحرام انت هو ما غين تقارب انت ودلها ورد الحرام انا غدي نوريك ونقتلكم بيديها بزوج تخلع فوز بدك يتراجع بعيدا لأميرا اللي يقفت ملاسا كتتصغب لديك العاصفة دي القدرية بكل بروض ويا كتشف فوز كيتحرك جهة عميتها شهاد بيديها سمعينا مرة أمي انا انا غدي نفهمك ازاتي التالس مو نزلس عليه بوحد الحق اشغل تسهمني يا عشش بغيت تزوج بهذه الى بنتي هنا اشارت بيديك اتراجع اميرا لديك اخسر دي لك اتماعيل ومعنها هذه يكتي غتتموتي وتزوجيني لولدك وتقاريم مرأة والدك بيان اشغل يوقع دابا هذا غير سعدي البسيط وفي بلاس ما نكون مرأة والدك نكون الضرة دي الله غزالة بنتك وغين قلسة على قلبك ثم بعد حديثة بتي سامة صفرها وهي كتشوف بتحدي شعلات نيرها القدرية والغير دي الله هي كتشوف بنت اخوها وصول عيدها كتحاول تسقيها من المرارات افعالة كتضوقها من نفس الكات اللي حاولت تضوقها لغيرها بنتي هي تكوني ضررت بنتي ندفنك 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 قبل ما تفكري فيها ماشي بنت قدرية اللي واللي عندها ضرها تلفتها تفواز عينها كيتراقصه بالجنو القدام شوف عارفي لما مشيتيش جبتي بنتي من شعره هنا يورميتها تحت رجلية دابع 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 ما نخليك تنلموت وما تلقى شو انت عارف قدرية مني كتقول كتنفنك بتي بس فواز لك نظرت دي الله مصمرها فق عينيها كيشوفهم الف وعد وعد وعارفها كيفاش ديرا وشنو كاتسوها تلفت جهت اميرة كيشوفها بتصميم تخلى هاتي كتشوفه قدامه بحلو ولا شخص اخر مغالي كان دابا معاوها كي تلفتها وكي يزعوك وتشكت تراجع اللور شوية مع كل خطوة كي يخطأ كتشحية اللور كيتها زراسة ومصدقاش ومتيقاش حتى هاتي شده من ديك الخسارة ديالشهارها بعنف ما اعطاش الفرصة بالشهر منه ودبا مورا او وكي تقدم بها جيت قدريين لي واقفة كتتسابع دك الشيء مثل ثم ساعة تطحس اميرة حدا رجليها كتشوفها بغيل الانتصار مزيانة فواز ودابع ساعة قتل اللذي اللحظة ويديك دخلون الغرفة ديالوم كانت قاعدة وجهة عالية بغيلة يفهمها ليلة وقيلة رأيانين يخصنك عمشين سيا مالك وكانت اول مناسبة كان حضرة مثل الثنين ولا اكثر ولبس فيها وحسب الفرحة حسن الخطوب لك كانت عرف جلال ذاك شري بغا تقول واللي اللي مبارستها كي تفكر بزيان تفكر شنو كسدر علي عرف تلك الحفلة لالغطوبة ديالوم كانت فيها ذاك الجافة حتى الخارسو كي يفكس فيها بدراعو وجاره اللي عنده بزز مني على الليلة ذاك الليلة رأيانت فوق حسمالي وقال كانت شكل ديال تكلا أغوب عليك وديك الحياة واللي جاي عندك تجرأ واقف حداك وكي يهضر معه كل شي مخلانيش نتحمل أني نخليك وسطم دقيقة واحدة داننا ايدو سحة الدق ديالنا السعينة كيشوف كيفش تبدلت الحالة ديالوم والحوزن سعادة كانت سبابة كلمات و يحسس بقلبها و يجعلك يتراقص بالفرحة كانت تعالى أنفاسه و يقرر بوجهه و يسمع صوت غوائدي من بره ماذا يوجد هذا الصوت؟ لا يوجد أن يجري و يجري بجاجة الباب و يخرج و يقف مدهول و يرى الغرفة الأميرة من الغواز و يدعىолжة كلمات و يدعى الصوت في جسم كلمات في بينما لأخبه استعمال لكم كما يحصلين و policeman و يجري بوئه هل كل هذا الصور كانين إضافة و هناك الليمبلع قد عقلت داعي جاءت الفراش حتى فيه شد الشياليش شنو اللي دارت لك مش غنطربه هكذا كنت ضربه كنت ضربه في داري تلفت لأم دياله ياكا الوالدة هيكا الحاجة وصلت انك تخليك يضربه قنتا من كنتي واقفة كتفرجي تلك الأثناء كانوا كل شي وصلوا لذيك الغرفة واقفين مدهونين وجوههم شاحبة ملهون لديك شي اللي شافوه كي يشوف اميرا اللي منيو حال الفراش وجهة ضغية بدأكا يزراق دمكي خجم النيفها وفمها ذيك البشرة ديال دراها كلها عمرت بالكدامات توسعت عيني ومأكثر من الدهور مني جاوبتهم قدرية بكل بورود أنا اللي قتلية ضربها ولا ما كانش دارها كنت خدي نقسلها نقسلها اهلا حتى في جهلال على شمالها شنو دارت كيف تدري فهاكاتشي كل حيط الأمر ومشاتش على ذك الشي اللي بغنسية حيط ما قدرتيش تخرر بي بي سي شحب وجهة قدرية بساوات طورية تسمعوا كي كل هذه التهامات لا مستقدرة لأنها تنفيها فعلا لأنها فعلا داسة ولو كان خلاسة كانت غزة دم حياة بنتها ضمر زواجة دكشي على السكتات وقام جمدها بلاستها ولكن جاء صوت أمير الضعيف كيف يفجر كل شي بوجهة لا جلل ماشي على قبل هكا عمشي دارت فيها كحيط جرات وحتى تعيني على رجل بنتها توتروا جواب في الغرفة اختيت حبيبة ماذا تقولي؟ ماذا تقصد بكلامك يا أميرا؟ بدأت أميرا تقول لهم كل شي ما تتحاجر من الوقت اللي بدأت تقادرية الحرب انتهاء من ذلك اللحظة دياره تصمروا كل شي بلعص وفتحاتها بقال خطط دياره بالتفاصيل قد تتحضر على راحسان بعد ما غوز اليوم جاء لتطلب منهم كل ميسكتوا خلاها تتحضر عمتها هي السباب كل حاجة وقعت بين كوبيديلا ايه اللي فهمت انك تلعبها لها وكانت تلعبها كل شي كتكذب عليها وكانت تأخذ الأرض منها ايه اللي كانت تسممها يشتب بالكلام دياله كل نهار وبيلا انها أقل منها ومشي موث ساوك باش تزوج بك وشحلم مرة دار شحلم حاجة وكذبات باش تخليك انك تفارق معها تلفت جلال الليلة كيسولة بعيني يبدو هول على صدقتي الهضرة اللي كيسمع جاوبت صغر بسعيني على الأرض غرباس منه كتكمل أميرة بصوت كيسألم وبيلقاس انك مغاديش تخليها جابتني انا باش تلعب ذلك اللعبة عليها اللعبة عليكو عليها واني تكشفت وولت انا ورقة محروق قد دعتني وذلك الورقة اللي كانت تكاسب عليها اللي معا باش تأخذ مني كل شيء ورجع ثاني رجع كنطلب انا بخوتي تلفت جهة حبيبة اللي واقفة جسد متشمد عيون جافة متوسع طيقين يا حبيبة داك الشي اللي درته كان هالا قبل باش نخرج منه وضوق عمتي من نفس الكاس اللي كانت بخط تشرب منه غيرها ولكن الله خدالك حقي مني سبحوني يا كلكم سبحوني يا انا كنت كنت بغني عيش بالسورة انا واخوتي انفاجرات في البكة المارير خلى كل شي كي تعاطفه مع حتى قدريا اللي واقفات مبعد ادرتها كتشوف بعيني للاخرين الفتحة داك الشي اللي درته والقصوات دياله تلعبها بحياة الاخرين كل الجباروت حينها كي عمرو بالدوادي النادم كيتلقى بعيني لولدها كيتشوف فيهم ديك خيبة الامل انكسار كتعايض له براجة كتهمس لي حاولها انها تبرر لي ولكن قطعها بحزن ما زال عندكش حاجة تقل وبغني اسمعها كنظر باركة دكش اللي اسمعها حتى حاجة تقل اولادتان من غدا غدا ينخذ مراتي وينحن نعيش في الداخرة ما بغي تسوي احد يهدر معين بعد ما بغي تتعالق بينك و بينها حاول عمو اني يهدر معا بعد صمته طويل ومدهوه بذلك اللي اسمعك حاول ان يثنيها لقراره رغم بانه عارف باستحالة هذا الشي اللي انه جلال نخذ شي قرار كي نفضه ما خلناش تحرق جهة العيلة اللي كانت مدهوه ولا شد بيديو و جرمها و يخرج من ذلك الغرفة بخطوات سريعة تلفتات حبيبا بعد ما خرجوا الفوز طلقنا فوز ازا هي تحتنيها بنيتي كل حاجة حلوة بالعقل ما عارفتاش حبيبا ادنى اهتيما ما شافت فوز كتكرر كلمة سوى لكن يمسى صميم اكثر كي حاول عمو سلماء يتنيوها و يهدو الاجواء بينما قدريها فصافي فقدات القدرة على انها تدار و لا تفكر قلسات ساوى تفقوها لكارسي شاد دراسة بنكفوفة كتشوف في الارض كتسمع الغودة حبيبا و الجحنة الفوز طلقني يا فوز خليك مرة واحد درجة في حياتك و طلقني سكسو كل شي من يوقعها على ذيك الحالة من اسرار و تسميه و عارفين انا صافي اللي يوقعها و قا صبحيني يا حبيبا الله مكسغن زوجة كانت سغى مجرد قاعد عاتوا بورود قلت لك طلقني طلقني و تقشي شغلك هداك حسن ما رفع لك القادية ديال الشيقة و نفتحك و نفتح ذاك البلو ديالك من النهار ما تزوجنا خرجت من غرفة اخلاتهم ساكسين ذاك سكاد القبور واقفين مجمدين عارفوا ان لا راجعت للور بعد هذا الشي اللي يوقع دخل معها الحزراتيهم تقدمها بخطوات و بخطوات و بطيبها قاعدنا بريق قوي كدت حقف قدامه حفك على قبلها سامحه و بلمد حز عيني فيها يرجى بما يرى اخذ الغضب لا 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 تقني بلاش بلمد حالوية تحاولي تضري أولا تسهدي ذلك الغضب اللي فيه نحس براسي صافي صافي قد يحاولي يا ضربة سعفزني حتى الكلمات باش يوصف ذلك يحسبي ذلك الباراكين للغضب والألم كتاكله من الداخل امي كدير فيها هكا امي بغت تخليني في عين مراتي يشفار وصراق ونصاد كوش هاتش علاش علاش كفتحيه هرا ما عرفاش كيف شغلت هون علي وشل ضه الدرجة هذي كتاهمة قاعدك شي كان كيبقى وانك تجيب الغلط كله عليك وكنظل انك تدير هكا على قبل الارض شده من دراعة خلاتك هاتش حق متقلمة عاوديني يا كل شي ليا بغي نعرف كل شي بالضبط محتاج اني نعرف كل شي كل شي اللي كان كيوقع من ورايا ما تحملات هذيك الناظرة دي العيني المتوصلة حاولت انها تنهيها لدك الشي اللي باغي ولكن ما قدراش ترفض عاودات وكتعود ليها وخا حاسة بالدم انها كتعود ليدك الشي اللي وقع ليها من المؤامارات حسنا خبرات وبدأت اسمعاته من هضرها بينه وبين سلمة بغت نهيها خلاصات الصفحة بناسه ما بغتش أسرار بناسه من بعد اليوم صافي حساس و اي حاودت له كل شي فكرة حسنا في ذلك اللحظة لما تحملش انها تكون بنسامه في بلاصة هي في نص الطرف دي الوجوه دل وجوه كي تزدغم مضعيني بألم وكي تكرر ذلك المحادثة كي تكرر مزيان شلو يقال لها كي تساكلوا الهدم والغضب بعد معرفة ما حسست في ذلك اللحظة من ذلك الكلمات دي القاسية وتتكبر وقفت على الصباحة شدت وجوه بنكفوفة كي تحاول تخرجهم ذلك الحالة كتلقي بالدن بلاهية حتى انا كنت متهورة حتى انا لساني كان سابق تفكيري واكيد صغرت و حتى انا حتى انا خبيت على كل شي كيف ما خبيتش حواج خرين كان السبب اننا بعدنا على بعض نكسر اكثر حل العيني فجأة كي يخشى مشاعر عاصفة كي يشوفك تلقي بالنم على راسة بشهون عليه وتخفف الأخطاء دياله في حقها رفع يدي شدة بكفوفة كي يضغط عليهم اظهرنا معاقلة صحيحة على الفراش سمحي لي يا ريلي سمحي لي على كل حاجة شفتها ولا سمعتها بسبابي سمحي لي على كل كلمة مني كان سبب انها وجعتك سمحي لي يا ريلي حدثي سمحي لي على قبلي سمحي لي تفنوا وجهه فعنقها ذكي يحس ب بالأمان وذكي يحس ب ولي صعفت ثلاثة سمع كان بغيك ليلى كان بغيك بزاف كان عشقك ما تخيلش اني حياتي من غيرك يوم واحد من قدرش نعيش بلا بك قلبت لي حتى هي حتى انا كان عشقك يا جلال كان بغيك بزاف بزاف اجمل ايام حياتي لع الشمعك الحلو دياله بمره كان يشوف يا جلال يتشابكوا عيونهم ويقول بصوص مرتاعش مقدرش انه يسيطر على النبارات دياله بصح ليلى بصح كاسبغيني بصح مسابحاني على كل دكش اللي ادرته فيك و القصوة ديالي بهاك ارفعت الكاف ديالها على العكس انت اجمل واحلى حاجة وقادلية في حياتي كلها ترك القلب ديالي كل شيء كل مكان منك انا صافيت سالة كل شيء بحول بعضهم دكشي اللي كيحسوا بكل صدق جاء الصباح قادرية دوزت الليلة كلها فيقا كانت تفكر وش كانت الحسابات دياله من البداية غالطة وش خلت اينانيتها وغيرت الهمية على ولدها تحكم فيها وش كانت تهدم ساعدة ديالولادها بساعدة الافكار كانت تهكيك على الوضع دياله تحسن بحركة كانت دم في الارجع ديال القصر كله تحركات مبلاستك تسمى خطوات نازلين كانت اميرة جرى الحقبات دياله وجهها كل ملون مختلف الالوان من ادرى ديالك الكدامات قدم خطوات بطيئة متأل المحسن وقفت قدامها حتى ديالك الحقبات دياله للارض بدتي اتاجهتها بورقة بدون ما تصدق بحتك كلمة هذا سنازل على كل دكشي كل حاجة ولدك عطاها لي من غطاء غرجانه وعائلتي دار للقديمة ثاني شفت قادرية في ديالك الورقة اخليهم قاش عندهم نظم عندي دارت اميرة الورقة فقدك طبلا قدامها حتى عندي انا بارك على دكشي الاخذيته منكم تبعت كلمات ديريالدا فقدك الكدامات على وجهها درست وتعلمت منه بساف اولهم انا ما نشوف شي حاجة لفدي غيري ولا عينيات بشي حاجة اللي على بني الحمد لله اني خرج منه على رشلي هزا تحقيمتها مرة اخرى وهي كتشف قادرية بوجهه صارب يا ريتا عمتي انتي حتى انتي تكوني تعلمتي من ذاك الشي اللي وقع انك من هنا تقولي تخلي كل واحدة عيش في حاله عيش حياتهم لما تتخلي فيهم ولا تخربا عليهم كاملت حديثة وخرجت بخطاوات بتمالة وهي بقت متابعة بعينيها وش كانت كتشحق منها كاعدة شلي دارته قدرت تكون خدرت دكسل الشلي بغايته من اميرة ولكن خسرت مقابلها بنتها واللي رفضت حتى انها تهدر معها وخا بغايت شرح لها ولكن ستتوا المبديل الغرفة ديالا فوجهها قدت بغايتها تهدر معها بقات على حالتها كتشوف جهس الدروج احتاجها المحتوم ويقعد تشوفو عم بعينة المحازينة نازل ومعها الليلة قدت بسرعة جايسهم سواسل على قبلها والدي جهل لما تدر ذلك الشلي في رأسك سمح لي على ذلك الشلي درته سيقني ما بقاش ندخل بشي حاجة كتخصكم بعض اليوم عافاك أولادي وشفت من انتها استجابة وشو متجهة مقاسي كتشوفو من اول مرة في حياتها تلي فتاة الليلة كتطلبها قدوا معها الليلة كتقدر يمعها انسي والله يا بنيتي مغى ندخل ميلاتكم ثانية ولكن ما يمشيش مدار ما يمشيش أنا قدر الموت فيها ضغطات الليلة على شفيفة بقوة كتحاولت منها دموع كتشوفو مدرج لها بها الضعف وتتدلل قدامها حسنت بالشفقة على عمدك شي اللي فيه تلي فتاة الجلال الليلة بغى تتدر ونهت فيها الليلة مدخليش تلي فتاة القدرية اذا ما كتر الجاي في ليلة باش طلبني حتى عارفة ان الواحدة اللي ممكن انها تقناني ما زلك تستغلي الناس على حيكون مصلحتك ما عارش شنو غني نقول لك الاول مرة في حياتي كان يكون واقف عاجز معارف شنو ندير بسبابك انت امي يلا ليلا شد بيدي او جره معا نازلين من الطلوج بسرعة بينا موقفات قدرية عازة لانها تدير اي حاجة كتب عم معيون متقلل معا من كاسرة حاسة بحل الروح ديالة كتتتحب منها فمع كل نغط ما كي يمشي واجهة الباب شو نواي قف ويتلفت اللور مع اخرى فرحات كي حسب لا صفيرها تراجع اتشفتوا كي يشوف علام انها كيتخطاها من دراسها واجدة حبيبة تلفت قدرية اللور براعب كتبلها حبيبتها هي نازلة اها جلل واجدة واجدة من الصباح تبع صوت تفوز لحق بها كي يطلب فيها عفك حبيبة عفك ما تخليني نقدر نموز بلابك حبيبة نبسيتك نبسرج لك غلطة حبيبة غلطة وناد ملعب مالي ملعوتها ما عارتوش حبيبة ادنى انتي مهتمام نازلة بوجه جامد بحل الصغر رغم كل محاولات والليلة كاملة ما سمعش لي مش هتجهت اخوها اللي كي سنها لزحز بتابعوا معيني القدرية اللي توسعوا بالرعبة والصدمة كتشفوا ولادها ونبضي القلبها غادي خارجي بدون نظرة واحدة منهم النور بحل كيتو صفحات الماضي مع هالابد ذاك اللحظة قد قدرها انها تحمل ذاك تباس وقديها صافي تطحتها للارض صارخة بقوة خارجات كل ما بداخلها من ألم حسرة ومكسار ذات على هاتش تلت شهر جلال قد رأيتها بصوت هامس ومتحسر جمال أثار النور وتلفت لها نعم مع عيون جلال وروح دياله تحرك مبلاس وقرب منها صفحة بقتي شوية مزيانة ومتبراسة كيتبساس من ابنوه ما بغتت نور نور فين غدا كنت حركة من السنين من السبع الشهر الجاية أرجعت تسكت مرة أخرى انا مزيانة ما قلت ليش هاتشي وانا اللي كنقول هنا وانا اللي كلمي كيتسمع ما قلت ليش هاتشي ما قلت ليش هاتشي قاطع سوف تسكيني وانا تسرح كيف ما قلت لك انا سوف تسكيني في حالة دياليك ثم يتطلب ليش هاتشي سوف تساعد وعمك والعرس كالوجيس كان جريع عندك بحل لحمك لا تسكت تضحك اكيد قلت ليش هاتش سوف نعود مع الشريط من الأول لا 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 ما فكرش فيها كل تفكيري ذلك اللقاء في ذلك الساعة وقف كان كل همي اني نمشي عندك ونعنقك وصافي سوف تسكف دائرة على مجنة ديالي فرحت يا جلال معروسي اني حاملة ماشي فرحت سراها الدنيا كلها مكانش قد تاني من الفرحة ماشي غالا قبل هكا عقدت ليلة حواجبها كانت تشوفي فرحت حسين انت غا تكوني لأم ديالي فرحت انه فيه طرف مني لداخل دياليك سوقفات الكلمات ديالي كان بغيك شلال بساف سجل العيني وانا اعشقك القلب وروحتي لشلال في هذه المدة هذي شحل مرة كتبغي تفتحه مع الموضوع القديم ولكن يرفضك يقول لا خليك بعيد على هالشي ما ما كتبغي تفتحه إلا وكيصد الموضوع سماما كانت حسن جدة معهم كانت رفضت في الأول انها تجي معهم ولكن وافقت من العرفات على تصميم دياليالجلال لانه غدي يمشي خفص منها تتحرم منه من شوفته قرز وانها تمشي معه كانوا قاسين كي يأكلوا حتى كتبليهم وحد الشخص آخر وحد توقع انهم غدي يدخل كيلقي بالسلام تردد خافد كلهم شفوا فيها جلال حبيبة الجدة وليلة مصدر الصوت موجوم متحفص سرعان ما تحول دهول عميق وهم وما كيشفوا الأم ديالهم واقفة على الحسابة ديالباب ولكن ما تشبه الأفوال وتحولت الهيكل العظمي قد وضع غيري العينها مثل بالسواد كتشوف فيهم توصل وراجع وكتبس بصوت أجاش سبحوا لي حجي يسمن غير من الساعدة ولكن بسس مني مقاش قادرا نبعد عليكم كثر حسات ليلة بالشرفة قعلوية كترقبها كتقدم لداخل خطوات من ترده وخيفة كتدور عينها بيناتهم وكملات أنا مبغاش من غير أنكم تسبحوا لي ولا بغا تلموت جي غا تجي الموس مرساحة ونا عارفة أنكم سيسوا ذاك الشي اللي درسوا فيكم قف كل منجالة وحبيبة كيشوف فيها بصمس وجههم خيارين متعبير مع النطقات للموت اللي يحفظك يا ماما اللي يحفظك اللي يخلك لينا ونهارة قدرية كتبت عنك حبيبة وكتبك بهستيرية كتبت في عينها بجلال بصدر وكتبت أن المغفرة دي الأولياء هو الآخر ولكن واقف كتبتها اللي مصنع من الحجر نزلت عينها عنه وعليه بخيزي لم يقدرات تقاوم كثير وكيشوفها كيك بدأك لهينها قدامها بشكي يجري حساب واليها هي وحبيبة وحضنهم بزوج كيضمهم بقوة وحيمية اللي هي كتراقبتك الجمعة ديالي اللي يشمل ديالهم بسعادة خمسات الجدة كتطم منها الحمد لله على السلام يا ربي بعد عليهم الشيطان يا ربي نكس عارف استيحالة يستغنوا على بعضهم ده الشهور ديال الحامل سريعة وسهلة ولكن لا تخلو من تدليد ديال جلاليها ليفق كل حدود كتنافسه في حتى الأم دياله اللي قامت بنفسها كتشرف على ما كيسها الأدوية ديالها وصل بيال حل حتى أنه كتشرف على ما كتشرف على الأطفال سبحانه مبدل أحوال أما جلال ما كيسمح شرية أنهم يتحطوا على الأرض كي طلعها وينزلها في الدروج أرغم تقدمها في الحمل وزيادة ووزن ديالها ولكن ما كيبالب كما كينزلها الصباح كي ديال لغلفة المائشة كي حتى فقل كنابة كي يقلس قدامها وكي شوف فيها كتشرف كي يطمن عليه وعود ثاني كيرجع في هذا الوقت هذا كان فوز رجل الحبيب أشهد أن هذا ما يسده لي طيلة ديك المدة هذه ما كيهدر مع سجري واحد كسفت لها في الميساج ما قاس أحدهم بعد ما خرج الجالة وطلب من الحبيبة الناس بقى معها بين ما رجع حسا أوصل لها ميساج تلفزت لها ليلة ما ذلك كسفت لك الميساج تلفزت لها حبيبة راسة بموافقة قوي كتشف التليفون ديالها بقى مناوية تسمحي لي رجل المستحيل باش ترضايه لي وترجعي لي جلل بنفسه قال لك أنه تغيير مبقاش فوز ديالش حال هادي كتشفت حبيبة كتشفك رفضها درا عارف أن الغفران دياله لي مبقاش مستحيل كم مكان في البداية خاصة وي مازالك تبغيب الرامن كل شي دكش اللي داره مازالك تبغيب عارف العمق ديال حب ديالوليها ولكن أكثر يعرفها ثم بعد فراقهم بساس مات هتلقى راسة بخادر أنها تسامح ولكن ماشي منطرر أنه يعرف خلي مازالي تعدب شوية باش يحس بها عاد تبلغوا القرار دياله رغم أن الغفران كائنا ولكن مخصوش يكون بديك سهولة فقط من أفكاره على الغوصة ديالليلة تتقلم مثل الفتاة لها بخاف مالك وقالك أنولد أحبيبة سبعات الكلماتها بصرخة أخرى متتقلمها وهي كتوت جلال بغى جلال تصل بيضغية ما عرفش كيف الشوصة المستشفى كيف اجزز عيدك الوقت ووقف خارج غرفة المخصصة لولادة جمعنا عائلات بزوش يحاولوا يطمنوا ولكن عقله وقلبه واجمعها واصمع القبضي كل غرفة اللي بالداخل عند فيها أعزمك يملكوا أغلى من الحياة ونفسها خي فعليها لو قاعدت لها شي حاجة صافية قاعدت يضع معها قف عيني مصمري بجمود وجوه شاحب حتى خرجت عندهم ممرضة بروكا سي جلال دوشت الوليدات وحل القامر ما تلفتش اليوم ليلة ليلة كده جواب عصر ممرضة وفعينها ندرس إهجاب ما قدرش تخفيها الحمدولي لله ندرس بسلامة وشوي وقتلقها خارجة بالفعل ما كانت تكمل هدرتها حتى نخرجي الليلة ونديك الغرفة هذي فوق السرير موسى نقل خلى الممرضة اللي هزة أولاده مش كي يجري عند الليلة ملهوف وش اللي هيديها كي يتحرك معها بتيجاه الغرفة دياله شكي تجري قدرية وحبيبة الممرضة اللي واقع بدهو الكتاب هذي الحمق هذا اللي خلى أولاده وغادي يتابع مراته كما تلفت لهم تشوفها كي يشوف في ديك البارة أو الجمال بفرحة وساعدة طاغية دتك تشوف فيه في ناما الولاد الحمدولي للسلامسك في ناما الولاد في الحضانة راه معهم كاملين هدفات برعب على شمالهم وغالوا وغايمقوا فيه ساعة أو ساعتين وغادي يدخلوا ملينا ما كانش بصدقها شفتيهم زوينين كي يشوفهم نحن بحراج صراحة ما زل ما شتهمش كنت لنا تشوفه منوياك بتاسمات فيها كتازي ديك اللي وجنة دياله أنا بغن تسمي واحد فيهم جالال هرفح حواجبه بدهشة بالتغرب على قلة الأسامي كتافقنا تسكسافة بعدها من كثيرات اللي عارفه ولكن أنا معهم بغن تسمي واحد جالال فقد حواجبه وعطينا بهم ملحقين تسمي واحد منهم ملو الميزاج ديالي اها وشنة بغن تسميه جاد بغن تسميه جادة لا اسم الشخص اللي هداني أجمل وأغلى دياله في حياتي واللي غنعيشه عمري كله كنشكر الفضر دياله عليهم انه منها اللي يبيع بتاسمات لي وعينها كيتلاقصه بسعادة اللي تفكر جاد ديالها حسن تبروحة كيتهفولي عارفة انها غتبقى عمرها كله كتذكر بكل الحب بسبب ديك السعادة الطغي اللي هدها لها في حياته وحسب بعد المماتي اشتركوا في القناة